موسيقى موسيقى مساءكم حلوة اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من السوبر السوبر النهاردة هو الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخبنا الأولمبي اليوم يتحدث ليه أول مرة عبر شاشة سي بي سي وعبر برنامج السوبر بعد المرحلة الأخيرة كابتن حسام البدري كان يفضل دائما الصمت النهاردة جيه وقت الكلام هبقى فيه حوار مهم جدا جدا نعرف فيه التفاصيل اللي حصلت فيه منتخبنا الأولمبي وليه المجهودات الكبيرة جدا والاسم الكبير في عالم التدريب الكابتن حسام البدري لم ينجح مع المنتخب الأولمبي رغم انه كان فيه نجاحات كتيرة جدا تحسب ليه الرجل فيه فترات سابقة حضراتكم تقدروا تشاركوا معنا ازاي في الحوار النهاردة تقدروا تشاركوا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وكمان من خلال صفحتنا على تويتر دي الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك دايما زي ما متعودين منها حضراتكم وهتوجهوا سؤالكم لكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي والهاشتاج بتاعنا هو السوبر أندرسكور البدري ده الهاشتاج بتاعنا النهاردة اللي حنشتغل عليه على تويتر السوبر أندرسكور البدري ودي كمان صفحتنا على تويتر بنفس الاسم بالضبط كده برنامج السوبر وبرضو فيها هتوجهوا سؤالكم لكابتن حسام البدري بنفس اسم الهاشتاج بالضبط كده الحوار هيبقى مهم جدا وحتطلب مننا ان احنا نغطي كل التفاصيل نعارف انه محملين باسألة كتيرة جدا جدا لانه كابتن حسام البدري ما تكلمش عن المنتخب الأولمبي لكنه كمان هيتكلم النهاردة عن المنتخب الأول والموقع المقبلة بإذن الله أمام نيجري أخبارنا المحلية هنبتديها مع حضراتكم حالة نهاردة منتخب مصر وصل ساعة 10 ونص لنيجيريا الحقيقة انه الرحلة كانت صعبة رغم انه الطيارة طيارة خاصة كان في زحم كبير جدا هنا في مطار القاهرة بسبب وجود عدد كبير من الجماهير او الناس المسافرة طبعا في محمد صلاح وفي محمد النني في عدد كبير من نجوم مصر محمد صلاح يعاني زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة أمامكم من كتر السلامات ومن كتر القبولات والأحضان غصب عنه اطار انه هو يعني قاعد ممكن اكتر من نص ساعة بيسلم عن الناس هو لعيب خلوق جدا جدا في الطارة النهو يبقى موجود في مكان طلع فوق شوية في ركن كده على جنب علشان يداري نفسه يعرف يستريح شوية الحقيقة لكن الصورة بتقول قد اين هو لعيب مخلص رغم انه التعب اللي كان عليه الا انه كان بيسلم على كل الناس وكان في حالة من حالات التفاؤل كبيرة جدا للناس كانت موجودة في المطار طيب ايه اللي حصل بالنسبة لمنتخب مصر منتخب مصر وصل خلاص بسلامة الله في حالة من حالات التفاؤل بشكل كبير جدا امام حضرتكم على الشاشة اللي نقول لكم تفاصيل مهمة في الطيارة حصلت الطيارة هي طيارة خاصة وبالتالي في بعثة اعلامية مرافقة لبعثة المنتخب على نفس الطيارة كابتن عصام الحضري بنصفته كابتن الفريق قعد في الفاصل ما بين البعثة الاعلامية وما بين اللعيبة والجهاز الفاني اللي كان موجود هنا في حتة دي عشان يمنع بس يبقى كل واحد واخد راحته ما بقاش فيه تدخل من هنا لانا ما بقاش فيه نوع من انواع المرح او يعني الناس تخرج برا للاجواء بتاعة المنتخب جوه الطيارة مستر هيكتر كوبر كان اوصى بانه المران يستمر لمدة 15 دقيقة فقط ده وفقا ليه اللائحة الرجل شايف انه ده الافضل من وجهة نظرة او اعلى اعتبار انه ما بقاش فيه اي حد يتلصص يعني او يتابع التدريبات ولو انه في كرة القدم ما عادش في حاجة اسمها حد يتلصص او ما تلصصش او ما حدش يقنعني مثلا انه منتخب مصر بقوامه المعروف بالمجموعة باللعيبة بالاسماء دي كلها نيجيريا مش عارفاها زي ما احنا ما دلوقتي حالا هنقول لحضراتكم الاسماء المهمة في المنتخب النيجيري مش بس كده هنجيب لكم التحليل الفني اللي وصل للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني واللي قعد عليه واللي اتكلم كمان معاه واللي اتكلم فيه مع اللعيبة بكرة الموقف هيبقى عامل ازاي بكرة ان شاء الله باذن الله الفطار هيبقى الساعة 9 صباحا هيبقى فيه بعديها محاضرة بالفيديو الساعة 2 ونصح تبقى وجبة الغداء والمرانح هيبقى الساعة 6 وبعد المرانح هيبقى فيه اكتباع مع المهندس هاني ابو ريدا عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري كورت القادر وعضو المكتب التنفيذي طبعا وهو دلوقتي المشرف على المنتخب ومتواجد مع المنتخب طبعا لشد من ازر الفريق في الموقعة المهمة دي زي ما كنت بتكلم معاكم هو طبعا طبعا الاعتذار عن دعوة السفير اللي ضيق الوقت طبعا هكذا ما فيش وقت خالص وكله بيجري وكله بيحاول انه يبقى جوه التركيز جوه المستطيل لغتر اللي هتشوفوه امان حضرتكم على الشاشة ده التحليل الفني اللي اعتمد عليه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني احنا جبنا لكم التحليل ده اللي اشتغل عليه الناس ولكن هنختصره لكم فيه هم خمس لعيبة بالزبط فيه المنتخب النجيري منتخب النجيري رايح فولتيم رايح للاشاوس بعفرية الاسفلت بتوعب اعظم لعيبة موجودين ولكن ده منعش ان احنا ان شاء الله بإذن الله عندنا الرغبة الاكيدة وعندنا الامل فيه لعبتنا تعالوا نشوف مع حضرتكم اول لعيب واحد من اهم اللعيبة هو اوديون جود اغالو اوديون جود اغالو بلغ من العمر 26 سنة طوله 188 سنطي لعب ويتفورد الانجليزي ومركزه هو مركز المهاجر التفاصيل الفنية اللي اعتمد عليها او التحليل الفني اللي وصل لمنتخبنا الوطني هو ده اللي حضرتكم هتشوفوه دلوقتي حالا على الشاشة اوديون جود اغالو هو مهاجم قوي للغاية في الضغط على الخصم وبيقطع التمريرات العرضية ودائم متحفز للاخطاء الدفاعية وبيحرص على الحصول على الكرة من خلف المدافعين مش كده وبس حقيقة هو كمان مهاجم قوي بدنيا عنده العديد من الامكانيات والقدرات الاخرى زي تحوله بسرعة في حركته وقدرته على التسديد على المرمى بقوة ودقة في بعض الاحيان بيكسل شوية نشاطه بيقل داخل الملعب ممكن يبقى معرض لخسارة الكرة بشكل كبير جدا لكنه في النهاية مهاجم جيد فيه تحركاته وتمريراته وكمان يقدر يكون مصدر ازعاج لأي خصم هو عنده ميزة فيه المساحات وبيعرف يستغل سرعته بشكل جيد للغاية ده التحليل الفني لأوديون جود اغالو اللي وصل لمنتخبنا الوطن لعيب رقم اتنين هو لعيب في منطقة الخطورة الحقيقة هو احمد موسى احمد موسى عنده 23 سنة واحد من اللعبين المهمين جدا 170 سمتي سيسكا موسكو الروسي بيلعب فيه المركز المهاجم زي ما هو ظاهر أمام حضراتكم على الشاشة احمد موسى عنده مميزات كتيرة جدا ازا كنا بنتكلم على اداؤه ازا كنا بنتكلم على تحركاته هو بيستطيع اللعب على الجناحين ودي ميزة يمكن لاحظها الكل خلال متابعته في المباراة اللي فاتت بيدي الافضلية دايما لما بيستحوز الفريق على الكرة بيعرف يعمل لنفسه مساحات بيعرف يخلق ليه زميله كمان مساحات في ارض الملعب عمده الاثنين ضد واحد او الواحد ضد اتنين مميزة جدا بارع في التعامل معه سرعته يعني بيعرف يوظف سرعته يعني دي نقطة مهمة العيب ممكن يبقى سريع بس طايش شوية متهور شوية لا هو بيعرف يوظف سرعته وتحركاته نشيطة وخطيرة بيستطيع التحرك بشكل قطري في الملعب وبيشكل كمان عمودي يعني بيتميز بالدخول لمنطقة الجزاء والتزديد على المرمة ومن غير كرة كمان بيستطيع استغلال سرعته للحصول على الكرة من الخصم وقطع التمريرات كل دي مميزات في لعيب واحد انتوا تخيلين احنا بنتك هنتكلم على خمس لعيبة بس بس دي كلها مميزات في لعيب واحد احنا لسه كمان ما كمناش السطر الاخير لانه هو كمان لعيب قوي جدا في الضغط على الخصم للحصول على الكرة ده اللاعب رقم اتنين اللي احنا اخترناه لحضراتكم النهاردة عشان نتكلم عنه في المنتخب النيجيري وده كان التحليل الفني له اللاعب التالت هو مميز للغاية ومعروف عند المصريين شكل كبير جدا اللي بيتابعوا تحديدا كمان تشيلسي الانجليزي واللي كانوا شافوه فيه فترات طويلة في الدوري الانجليزي جون اوبي ميكيل 28 سنة 186 سنتي تشيلسي الانجليزي هو لعب خط وسط مدافع ومميز للغاية اذا كنا بنتكلم على مستوى قطعه للتمريرات لعب من طراز رفيع عنده امكانيات عالية الكواليتي بتاعته عالية جدا عنده رؤية كبيرة للتمريرات ده متضح بشكل كبير جدا بيعرف يوصل المهاجمين للمرمى من خلف مدافع الخصم بيعرف يستغل مركزه لقطع الكرات بيساعد الفريق دفاعيا وهجوميا عنده ميزة كمحور ارتكاز بيعرف يميل على الجنبين على الأجنحة والأظهرة كمان المتقدمة لمسته الأولى على الكرة جيدة جدا خدوا بالكم من التفاصيل دي مهمة أو خطير في الجانب الهجومي لأنه بيجي متقدم من الخلف للأمان في أغلب الأحيان وبشكل مندافع عنده المراوغة عنده الترئيس والتسديد على المرمى قوي بدنيا بتعامل بشكل كبير جدا كمان مع حركته وجسده وقوي كمان في الالتحامات الهوائية بيعرف يقرى الملعب كويس جدا خدوا بالكم لو انتم مركزين فيه النقاط القوة اللي موجودة عند اللعيبة هتلاقيها التعامل الجيد مع القدرات التعامل الجيد مع السرعة والقوة يعني ما يبقاش الواحد حاس ان هو قوي جدا بس مش عارف يوظف ده هم بيعرفوا يوظفوا ده بشكل كبير جدا اللعب الرابع هو فيكتور موسز البلغ من العمر 25 سنة طوله 178 سنتي لعب واستهامل نايتن الانجليزي ومعار من نادي تشيلسي الانجليزي مركزه خط وسط مهاجم زي ما هو ظاهر امام حضراتكم على الشاشة مستو انه لعيب خط وسط وكمان جناح يعني يقدروا يستغلوه في المكانين دول وكمان بيعرف يلعب على الجناحين وفضل اللعب على الجناح الايمن سريع مهاري بيعرف يخلق لنفسه برضو المساحات بيعرف يستغل الكرات المرتدة عنده مهارة بيعرف يخترق الخصم او المدافعين وخدوا بالكم ميزة دي لما بيوصل للمناطق الاخيرة التلت الاخير في مناطق الخصم بيتحكم جيدا بيق الكرة بيعرف يعمل كرات عرضية خطيرة لمنطقة الجزاء في الكرة اعتقد بلالي حنسأل فيه كابتن حسام البادري ما بقاش فيه حاجة اسمها المانتومان اقرب واحد ليك هو اللي تمسكه لكن هل مع المهارات ومع الامكانيات اللي احنا بنشوفها دي ممكن الخريطة تتغير شوية ده اللي احنسأل فيه كابتن حسام البادري أليكس ايوبي طبعا كلكم عارفينه لانه هو مزامل محمد النيني في آرسنال 19 سنة واحد من اللاعبين المميزين جدا 180 سنتي خط وسط مهاجم ده مركزه بالضبط كده في الملعب أليكس ايوبي هو لعب خط وسط مهاجم وجناح في الجانبين الايمن والايصر لعب شاب قادر بشكل كبير على تغيير اقاع المباراة والتواجد في كل انحاء الملعب لما بيجوا يعملوا كده التحليل بتاع التحركات ليه لقوا انه رجليه بتبصم في كل حتة في الملعب مهاش موجود في حتة واحدة بس لا رجليه ببصمة في كل حتة في الملعب بيعرف يعمل تمريرات كمان متميزة نسبة اخطاءه قليلة بيستوعب جيدا التحرك فيه المساحات لتلقي تمريرات زملائه بيعرف يتأقلم وتكيف كمان على ارض الملعب بسهولة نقص الخبرة ممكن يخليه يعمل شوية اخطاء داخل الملعب لكن ده ما يمنعش انه لعيب مميز جدا جدا ولو انه مش مميز ما كانش حيبقى موجود في فرقة زي ارسنال الانجليزي ده ما يتعلق بالتحليل الفني لخمس لعبين هم الاهم في المنتخب النيجيري او احنا الحقيقة قد مستطاع حاولنا نختار لحضارتكم الاهم في المنتخب النيجيري انما القائمة حدس ولا حرج يعني مليانة لعيبة كتير جدا جدا اقوية وعندهم مهارة وعندهم سرعة وعندهم امكانيات كتير جدا جدا تعالوا نروح نتكلم بقى من منتخب مصر ومنتخب النيجيري بعد ما اطمننا على المنتخب تعالوا نعرف نتائج كاس مصر ايه اخبار نتائج كاس مصر وبعدها نقول لكم اخبارنا باقي الاخبار المتعلقة بالاهلي والزمالك دايما انتم بتحبوا تتابعوها النهاردة في كاس مصر اتحاد الشرطة تمكن من هزيمة غزل بور سعيد بنتيجة 6-0 نتيجة طعب في كاس مصر كبيرة جدا جدا خلد الغندور في الديا عشرة محمد عبدالسلام في الديا 38 عمر كمال في الديا 68 صامو القوسو في الديا 71 عمر كمال تاني في الديا 72 وعمر كمال اخير في الديا 84 كان الحجم بالمناسبة هو اشرف ابو النور المباراة التانية النهاردة اللي كانت موجودة في كاس مصر سموحة وجمهورية شبيني ممكن تأخر فيها الفوس شوية لسموحة ولكنهم في النهاية حسنوا اللقاء لصالحهم بعدفين دون مقابل كواكو سجل في الديا 74 وحسام باولا او حسام سلامة سجل في الديا 77 ماتش دا كان صعب جدا الحقيقة على بيتروجيت لانه تعادل فيه في الوقت الاصلي مع سهاج ولكنهم احتكموا الى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء علشان يصعد بيتروجيت بنتيجة 4-2 او تفتكروا مباراة انا بتكلم على ماتش الاسماعيلي والرجاء قلتلكم حيبقى ماتش صعب جدا على الاسماعيلي مش ماتش سهل واللي تكلمنا فيه هو اللي حصل النهاردة اللقاء انتهى برضو باتعادل السلبي ولكن براكلات الترجيح من نقطة الجزاء بيتمكن النادي الاسماعيلي من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 4-2 وانا حقيقة مخدوط جدا على النادي الاسماعيلي لسه معاكم فيه كاس مصر دور الـ 32 وبنتكلم على ماتش طلاقع الجيش وطنطة وانتهى فيه اللقاء بفوظ طلاقع الجيش بهدف دون مقابل بيع أوسو كونان ضربة جزاء لكن حسن يوسف كان سجل في الديئة 29 واضطرد أوسو كونان في الديئة 46 انا مش عارف حقيقة حظ الكابتان طريق يحيق في لعيبته كل يوم اطرد له او كل ماتش من المتشاط يطرد له لعيب ياخد له اكتر من النظار حقيقة موضوعه بقى صعب جدا بالنسباله ومحتاج ان هو هيقعد مع العيبة شوية وانشاء طلعت لعب بكرة ان شاء الله او خلاص بصريحة العبارة كده النهار ده احنا بقيتنا في الخميس عندنا المقولين العرب وعندنا المريخ عندنا الانتاج الحربي وغزل المحلة عندنا مصر المقاصة وFC مصر افتكروا بس انه ماتش مصر المقاصة وFC مصر ده حيبقى ماتش قوي حيبقى ماتش حلو وافتكروا انه ماتش امبي والنصر برضه حيبقى ماتش قوي حيبقى ماتش حلو النهار ده الزمالك كان عنده مباراة ودية لعب نجوم المستقبل وفاز بثلاث اهداف دون مقابل ده طبعا في اطار استعداداته للماتش المقبل فيه كاس مصر عنده مركز شباب الضبع قلنا منستهونش بالاسماء ولا نستهون به النتاج دي لقطات من الماتش النهار ده اللي اتلعب فيه النادي الزمالك كان تقدم تقدم نجوم المستقبل به هدف وسجل الزمالك ثلاثية عن طريق باسم مرسي ومحمد ابراهيم ومحمود خالد شيكا وفي الشروط التاني كان دفع الجهاز الفني به محمد ابو جبل بدلا من جنش ومحمد خليفة بدلا من محمد سالم ومحمود براني بدلا من كهرباء ومحمود خالد بدلا من احمد مكي وده جانب من لقاء اليوم وفوز نادي الزمالك الودي ماشي خبر اقول لحضراتكم ده خبر مهم جدا له علاقة بأحمد توفيق لا مش الموضوع انه كان حصلت قزمة ولا كده لا موضوع الحقيقي انه أحمد توفيق جايله عرض من بورتو البرتغالي بزيره بنفسه المدير الفني السابق ليه النادي الاهلي اتكلم مع أحمد توفيق وطلب منه انه يبقى موجود ده خبر مؤكد بنسبة 100% احمد توفيق عنده عرض بورتو البرتغالي والراجل مدير الفني اللي كان موجود هنا اتكلم معاه وهو فترة من الفترات على فكرة وهو موجود في النادي الاهلي كان ابدأ اعجابه بيه احمد توفيق وقال الكلام ده للمهندس محمود طاغ الرئيس النادي الاهلي وطلب منه الاعتماد عليه او طلب منه انه يعني يبقى موجود معاه في بورتو البرتغالي تفاصيل الموضوع باختصار شديد جدا انه أحمد توفيق عايز يروح ومبسوط جدا وفرحان انه عنده عرض من بورتو البرتغالي ومين يكره ومين يرفض انه يروح بورتو البرتغالي وده واحد من الفرق الكبرى جدا جدا مانا لو نادي الزمالك لما يوصله العرض بشكل رسمي بفيه سماح للعب بالزهاب والصفر لبرتغالي يحبقى عندنا عنصر مهم جدا وده تحديد يعني حيبقى احتراف مش واهمي يعني لانه دي مش نفس السكة بتاعت الفرق اللي يعني نص البلاء ده الفرقة محترمة بورتو البرتغالي ده اخبارنا العالمية هنقولها لحضراتكم بعد فاصل سريع احنا هنا في مصر بنزعل لما بتتنشر الارقام بتاعت المدربين انا الحقيقة بشايف ان دي حاجة سخيفة نشر ارقام المدربين او نشر ارقام اللعيبة دي حاجة محدش يعني محدش دعوة بيها ده رزق بني قدمين ولزق ناس ما بشوفهاش حاجة لطيفة لكن الحقيقة ان هم في اوروبا ما عندهمش الموضوع ده كله على الملأ كده صحف العالمية النهاردة راح يتمبشلك كل المدربين اللي في العالم المدربين طبعا اللي موجودين في اوروبا وراحهم طلعين قايمة باقي الاكثر يعني دخلا او الاغلى في يورو 2016 فتلاقوا انه مدرب انجلترا روي هوتسون هو الاغلى في يورو 2016 المقبل على حساب او متفوقا على ديل بوسكي وكونتي وديشام ده اللي خرجوه النهاردة قال لك بقى الافضل او الاغلى او الاعلى هو امام حضراتكم على الشاشة طيب خلينا اقول لكم الارقام هو بالتفاصيل ادي اول واحد او عندنا روي هوتسون خمسة مليون يورو وشوية فكة كده مثلا يوصلوهم بتحوالي 416 الف شوية فكة ماشي ملكوش دعا بيهم بعدين انطوني كونتي الايطالي برضو اربعة مليون وستمية وشوية فكة جنبهم مثلا بتحوالي 383 فاتح تريم التركي تلاتة ونص مليون دولار عفوا يورو وبرضو 291 بعدين اخو اكيم لوف تاخد خانون يعني المانيا بقى المانيا اللي مكسر الدنيا بيجي الرجل المدير الفني بتاعهم بياخد رقم اربعة مش رقم واحد مثلا يعني مش رقم واحد ورغم ان انا اخدين مثلا كاس العالم اللي فاتح بس يعني عادي عندهمش مشكلة خالص رقم خمسة كان دل بوسكي بياخد تلاتة مليون يورو ومتين وخمسين بعدين دي 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 شامب في فرنسا ده يعني غالبان شوية اتنين مليون اه يورو ومية ستة وستين وبعدين تبعا بقى تقل الارقام اه لحد ما توصل لاخر واحد غالبان اه بياخد كم؟ لا ارجعونا تاني ماشي بتعندك راجل بتاع روسيا عندك راجل بتاع روسيا بقولك فور فري بتكلام جد؟ والله بيشتغل بقى بالحب يعني؟ متأكدين يا طيب انا بشفت ايش بصراحة بس ماشي هي تمشي الدينماركي محمد البتشا بيفوز ببطولة العالم في فيفا 2016 والله اللي يعني مش متابع واللي مش عارف يعرف ان دي واحدة من الالعاب المميزة جدا جدا هو قدام حضراتكم دي البطولة اللي كانت بتتلعب وفاز بيها الدينماركي محمد البتشا انا حسيب حضراتكم تتفرجوا على اللقطات خليها وخليها بقى خفو الكادر عشان نصف تتفرج عليها احسن من اللي احنا هنعلق عليه المباراة اللي النهائية كانت قيمة على مباراتين واحدة على بلاي ستيشن فور واكس بوكس او وان خلينا اقول لكم انه البتشا تغلب على البريطاني شون ايلن في المباراة النهائية ادي ايلن اهو تحت على ايدكم الشمال وناحية اليمين البتشا اه عنده سبعتاشر اه سنة كسب كان بقى عشرين الف دولار على فكرة انت مش بتضايع وقتك خالص انت برينس لان تاخد بطولة زايدية وتاخد لك عشرين الف دولار جايزة مالية بالاضافة لدعوة خاصة كمان لحضور حفل البالندور اللي بيقام في 2017 عشان تسليم جايزة افضل لعب في العالم عن عام 2016 خبر من الاخبار الطريفة جدا لكن من اخبار الممتعة طيب تعالوا نشوف دي اخر لقط عندنا من اليوتيوب تعالوا نشوف مارسلو كازيميرو وهم بيستعرضوا اه مهاراتهم في تدريبات ريال مدريد كانيات العالية نشوفها في هذا الفيديو يلا بينا سهلة خالص سهلة خالص سهلة خالص يس صعوبة في كده بقى لو متلت ساعة بس الكرة ابتقاش على الارض رح هنفضل قاعدين كده لحد الحالة ما تخلص بحمد رجعنا طيب بعد الفاصل حيبقى مشرفني ومنوارني السوبر الكابتن حسام البدري الحوار هيبقى مهم جدا وحضراتكم حتقدروا تشاركوا فيه من خلال صفحتنا على الفيسبوك ومن خلال صفحتنا كمان على تويتر وهي بنفس الاسم برنامج السوبر الهاشتاج بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه ايه بالضبط هو هو ده كده السوبر البدري هو ده الهاشتاج اللي احنا بنشتغل عليه على تويتر او حتى كمان على الفيسبوك بعد الفاصل كابتن حسام البدري موسيقى 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 المترجم للقناة 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 بحظر إن هي حتحصل وبحظر إن ممكن تبقى سلبية ضدنا لكن الظروف مش أفراد الظروف كانت هي اللي حتمته في بعض الأوقات تزامن مراحل خاصة بالمنتخب الأول مع المنتخب الأولمبي مع خدوم مدرب أجنابي جديد لسه بيكون هيكل فأشياء كتيرة يعني ممكن أتكلم فيها هو جاو عليها أثناء أسئلتك يعني طيب وده اللي أنا هبتدي به مع حضرتين أنا هبتدي معلش سامحني في التعبيرات اللي هستغنعتها يعني في الكلام اللي اتقال الاتهامات اللي وجهت لكابتن حسام البدري عقب الإخفاق قاله إن كابتن حسام البدري ما كانش مركز بنسبة 200% مع المنتخب الأولمبي والدليل على كده إنه كان موضوع النادي الأهلي بيجي وبيروح والدليل على كده أكتر إنه كابتن حسام البدري ما عرفش طعم الفشل في أي تجربة خدها إلا التجربة الوحيدة اللي ما كانش موفق فيها هي مع المنتخب الأولمبي هو طبعا أنا بقول الإخفاق بيبقى حواليه أراء كتيرة جدا وحواليه انتقاضات كتيرة جدا وبيبقى فيه اكتهادات لكن لما تيجي تحلل تقول حسامة بدريم كانتش بيذلك كيس ما ينفعش يعني لا هي في شخصيتي ولا في طريق التناولي لعملي في أي محطة كنت موجود فيها أو في أي مسئولية توليتها إنها عدم التركيز بالعكس يعني يمكن أنا اللي حواليه تمام يقولو لي انت بترخ نفسك بزيادة التركيز يعني حتى اللي بيشتغله معايا الأجهزة اللي بتشتغل معايا الإداريين اللي بيشتغلوا معايا المسئولين المشروعين اللي بيشتغل معايا يعني حتى في كلامهم يقولو لي انت بترخ نفسك زيادة عن لزوم كده ولي طبيعتي في الشغل في أي محطة كنت موجود فيها وفي أي مسئولية توليتها بالعكس طبعا المنتخب الأولميد كنت مركز معها جدا وبالرغم من تواجد زي ما تقول أنت حتة النادي الأهلي ممكن مباحسات النادي الاهلي معايا في فترات مباحسات مباحسات طبعا تفاوض في بعض الأحيان لكن كان تركيزي مع المنتخب الأولومبي بالرغم من أننا كنت متأكد أن الصعوبات التي أنا بواجهها كانت ممكن تؤدي بنا للطريق الذي انتهى بمصير المنتخب الأولومبي لا حدش كنت متوقع كده بزعم شوية أننا قريب من حضرتك وبزعم شوية أنا عارف الطريقة لحيك شغل بها لا يعني ما فيش اتنين يشكوا لمنتخب مصير المنتخب راح يصعد فيه إيه اللي حصل هو ده شيء جيد برضو على الجانب الآخر شيء جيد إن كانت المرحلة اللي احنا موجودين فيها بالرغم الصعوبات اللي كانت موجودة وبرغم التحذيرات اللي أنا أطلقتها أكثر من مرة وهي بصفة أساسية إن التجمعات بالنسبة لنا مش كفاية والتجمعات قليلة جدا والتجمعات القليلة دي هتبقى مضرة في أشياء كثيرة جدا نمر واحد هيكل المنتخب الإقلومبي لو اتكلمنا عليه هنتكلم إن يمكن 98% من لعبة المنتخب الإقلومبي راح تبقى دلوقتي بنتكلم في الأسباب أنا كلام مهم 98% أو 99% من لعبة المنتخب الإقلومبي ما كانش حد يعرفهم توجدوا وتعرفوا طبعا موجودين في أندية لكن توجدوا وتعرفوا من خلال المنتخب الإقلومبي يمكن لو اتكلمنا اللي هم موجودين عندما حضرتك أه طبعا لو كلمت على عناصر قليلة جدا زي رامي ربيعة زي تريزيجيل اللي كان معايا في النادي الأهلي وابتدى معايا في النادي الأهلي رامي ربيعة ابتدى في النادي الأهلي كوكا سافر واحترف صلح جمعة كان سافر واحترف ممكن هم دول اللي كانوا معلومين شوية أو الناس عرفهم لكن معظم اللعبة اللي كانت موجودة معايا كانت لسه بادية مشوارها فيه لعبة كانت لسه في أنديةها مش معروفة رحت أهلي وزمالك بالزبط رحت أهلي وزمانك حاجة كلمة على محمد عدل جمعة مثلا كان مع حضرتك في المنتخب الأولى كتير محمد سالم محمد عدل جمعة كهرباء خالد غندور كهرباء انتقل برضو كتير كتير بزوكة بزوكة في محمد أشرف محمد أشرف اللي في موجود في مصر دلوقتي كتير جدا يعني وفي لعيبة كانت موجودة في أنديتها كانت لسه حتى بتبتدي مع أنديتها لأ بتدت تلعب مع المنتخب اللومبي بتدت تتاخد ما بين منتخب أولمبي ومنتخب أول ودي كانت أحد الأسباب طبعا السلبية كبيرة جدا اللي أنا كنت متخوف منها واللي ممكن أنا حذرت منها قلت إن في تصرع شوية لكن على الجانب الآخر أنا ذكرت في بداية حديثي معاك إن أنا بقول إن كانت مرحلة صعبة بين بداية المنتخب الأول مع مدير فن جديد عاوز أتعرف على عناصر بيشوف بعض العناصر موجودة مع المنتخب الأولمبي يعجب بيها طب ليه تحذير ما دي حاجة كويسة لما يكون أنا عندي عناصر طلقت من المنتخب الأولى يخذها المنتخب الأولى كبرها وترجع تهيب أما موجود تمام لكن خلينا نكلم عن بتاعت اللعيبة وإمكانية إن لعب يستوعب الكلام دوت بالنسبة كبيرة ولعب ما يستوعبش الكلام دوت يحصل اهتزاز ما بقاش في توازن عند اللعيبة كله متساوي فبالتالي وجوده ما بين المنتخب الأول ووجوده في نادي كبير ووجوده مع المنتخب الأولمبي قد يحدث فبيتعامل بقى مع المنتخب الأولمبي على إنه أدنى حاجة يتعامل مع المنتخب الأول إنه الحاجة المهمة النادي بالنسبة للودي خاص من عن اللعب أنا مش بتاهم اللعب ومش هنقول أسماء لكن طبعا بتبقى موديل ودي أنا حذرت منه وشفت على المدى البعيد يمكن كان فيه قاعدة بيني وبين كوبر قبل مباراة الصين وتتذكروا أنتوا وما كنا بنكلم على مباراة الصين وكان فيه استعانة بسبع لعبين من المنتخب الأولمبي مفروض حيسفروا أو حيلعبوا مباراة ودية في أثناء وجودنا في الصين وأنا كنت رفض الكلام دوت رفت عادت مع كوبر في مقر قامته حتى وحذرت قلت له لو انت خدت السبع لعبين دول أنا مش هسافر لأن مش هستفيد حذرت قلت له كده طبعا أنا مش هستفيد في نفس الوقت يمكن كان بين الكلام اللي بينا قلت له أن فيه لعيبة تم الاستعجال عليها شوية وعلى المدى البعيد مش هتستخدمهم وبالفعل طب بتقول لنا أسماء كابت لا مش هنقول أسماء لأن طبعا هنقول أسماء لأعلام حبتدي وانا حتى اللعيبة دي يعني إحنا في مرحلة بنحاول نسند لعيبة سواء في أنديتهم أو سواء في المنتخب الأول فبالتالي خلينا نتكلم بمنطقية مش هاوس أقول أسماء لأننا حبتدي نتكلم على أسماء حبتدي الأعلام يعني مواضيع كبيرة على الحتة دي وتبتدي يبقى فيه نقل للعيبة وفيه كلام من تصفحات لها فمش مفيدة للعبين في الوقت ده فبتكلم حتى لو حللنا بمرحلة دي حنجد أن اللعيبة دي مش موجودة مع المنتخب الأول دلوقتي فبالتالي التوقعات اللي أنا قلتها كلها تمت بالفعل أن التضارب ما بين الوجودهم مع المنتخب الأول أنا بس هاقف النقطة دي دي نقطة مهمة يا حاجة دلوقتي بتتكلم على تحذيرك لمستر كوبر أنه فيه عناصر أنت استعجلت عليها وأخذتها منتخب الأول كبرتها على المنتخب الأولمبي أنا بالضبط أحول لك تحذير جهاز زي وأنا موجود للمناقشة دايرة على مباراة الصين كنا بنتكلم أن اللاعبين دول مهمين جدا أن يكون موجودين معايا وكان وقتها حتى الزمالك موجود مع مباراةه مع النجم السحلي وقلت له الخبرات بتبقى مهمة جدا أنت شوف فرقة الزمالك فرقة مميزة ماشي في الدولة بشكل كويس جدا لكن الخبرات لسه في مشهورها الأفريقي لأن معظم لعبة الزمالك كانت لسه جديدة كان بتأدي بشكل مميز جدا في الدولة العام لكن لسه الخبرات على المستوى الأفريقي مش موجودة لأن اللاعبة دي جديدة لسه محك الأفريقي بالنسبة لهم أول مرة كان حصل تفوق للنجم السحلي وشوفنا حصل تفوق بعد كده للزمالك في مباراة العودة في القاهرة هنا لكن ما حصل الاهتزاز هناك قلت له لسه فيه لعبة عوزة خبرات فأنت لازم تلجأ للخبرات وفي نفس الوقت التضارب ما بين لعبة المتخب الأولمبي اللي تبقى موجودة هنا وهناك هيحصل اهتزاز لبعض اللاعبة في حتة التوازن لهم أنا دلوقتي بنتكلم على عناصر حضرتك قلتني أنا بتكلم عكورة أنا بتكلم عكورة مش تحذير الكوبر إن أنا بنصح كوبر أو حسام البادل أنا بتكلم عكورة اللي أنا عارفها واللي أنا عشت فيها فترة طويلة واللي أنا عارف توقعاتها إن ممكن يحصل اهتزاز اللاعب وعدم توازن للاعب فبالتالي يبقى تفكيره سلبي فبالتالي لو موجود في مرحلة في منتخب أولمبي ومنتخب أول فبالتالي يبقى فيه صعوبة والحاجة التانية اللي عاوز أقولها إبراهيم يعني يمكن بالرغب إن البعض والكثير يشيد إن المنتخب الأولمبي بالنسبة اللي كان موجود معايا يمكن بنسبة مية في المية كلهم بلعبوا في أندية بعد ما لعبوا في المنتخب الأولمبي بقى كلهم بلعبوا في أندية معظمهم موجود في أندية الدور الممتاز ولكن دي برضو سلبية لأن إيه ممكن الاستفادة تبقى جيدة بيحتاجكوا على المستوى كويس بشيء كويس لكن إنت لو تلاحظ إن أول مرة منتخب أولمبي يبقى كل لعبتهم حل المنتخبات الأولمبي اللي كانت موجودة قبل كده كنت ممكن تجد واحد أو اثنين بلعبوا أو معروفين بلعبوا في فرقهم في الفيرس تيم في أنديةهم وبقى كلهم في فرق للشباب أو الناشئين لكن إحنا معظم اللاعبين كانوا موجودين في أنديةهم في الدول الممتاز في المرحلة دي كان ما بين اشتراكهم مع أنديةهم وكامي كبير جدا مع المنتخب وكده طب نقدر نلخص الجزئين صعب على حسام البدري والمنتخب الأولمبي إنه هو يعمل تجمعات وإنه هو يخدهم في معسكرات فبالتالي كانت نقطة سلبية لدى المكان يعني هو أخذ من حضرتك عناصر في المنتخب الأولمبي والعناصر في المنتخب الأولمبي هو ما استفدش بيها حتى لا يعلم كانت في الوقت الحالي من موجود الناس اللي كانت موجودة وبتلعب عبكة زي تريزيجي تريزيجي زي كوكا زي رامي ربيعة هم اللي كملوا بالزبط يعني هم اللي كملوا زي ما أنا قلت الأسماء اللي مثلا الضافت زي مثلا كهربة هو دلوقتي لم يستغلوا الأسماء اللي الضافت زي محمد سالم لم يستغلوا الأسماء اللي الضافت أعتقد كريم ممدوح برضو راح آه كريم ممدوح راح محمد سالم راح محمد سالم. ؟ لما يستغلل. محمد أشرف واحد. γιαما يستغل له. طيب احنا بنتكلم على نقاط حقيقية دلوقتي. يعني نتكلم على نقاط النسو О اتقدر تفهمها وتستوعب على الد рук، الاستراتيجية نفسها بتاعت المنتخب الاول كان المفروض انه اذا كان حيعتمر على العيبة بتاعت منتخب الأولمبي فكنا مفروض نشوف نتاجهم دلوقتي موجودين مع منتخب الاول. فحلوس غير تويلة انهما دلوقتي موجودين مع المنتخب الاول ولا على كتيبة الخبرات العزل اللي أنا بقوله طبعا العزل اللي أنا بقوله أنه هو كان لسه جاي بيكون هيكل بيشوف لعيبة بيعجب بيها هو قال لي يعني قال لي أنا معظم اللعيبة اللي أنا بشوفها مميزة بسأل لقيها في المنتخب الأولمبي فبالتالي كان لازم يخذه لكن أنا كنت شايف شايف الرؤية الأدام يعني ده حيبقى ضرر بالنسبة لي ضرر للمنتخب الأولمبي ضرر لتجمعاتنا وفي نفس الوقت للتوازن عند اللاعبين فعني كان سوق توفيق لكن هو طبعا مش مقصود منه أو أنا بتاهم كوبر لا أنا بتاهمش كوبر لكن بعزوره في الحتة دي لكن أنا بقولك إيه الأسباب اللي حاولينه منتخب الأولمبي طيب هو كان تقبله إزاي النقاش ده أو تقبله إزاي لا هو تقبل وصلنا الحل أنه هو يديني لعبين يعني وصلنا الحل أنه هو وافق أنه يديني بعض اللاعبين مش كل اللاعبين كانت سبع وقتها أنه ناخد بعض اللاعبين استوق يعني برضه هو شاف الكلام دوت وبعد كده وجدنا زي أنا تكلمت накomon др Ramsay ازاي عبدالله الصعيد أهمية عبدالله الصعيد في المنتخب وازاي عبدالله الصعيد يبقى موجود يعني حتى كلام ده ضار فيه الكلام ده ضار بينه وبينه دلوقتي عبدالله الصعيد موجود معظم هيكل للمنتخب القلوم بزمنا قلت الكلام ده في المناgenes بقى أهلي وزمالك الخبرات اللي هي بتعرف تلعف في أفريقيا الخبرات اللي هي بتستحمل ضغط فبالتالي هو دلوقتي اللي هيكل عنده موجود بشكل كويس أفضل كتير وصل للأفضل للوقت إنه هو فعلا هي دي أفضل مجموعة موجودة وإن شاء الله بإذن الله يبقى موفق في نيجيريا اللي هي خطوة كبيرة بالنسبة لنا لأنه هو ده الهيكل اللي أنا شايفه اللي كان يعني مفروض يتعمل ببلادري هو اللي وصله بلادري ده هو أفضل هيكل موجود بالنسبة لنا ده خصر حضرتك بالنسبة قد إيه بالنسبة كبيرة يعني خصتنا بالنسبة كبيرة لأن زي ما بقول شعرف تقعد في تجمعات أنا وأنا رايح السنغال أنا لعبتي بتتجمع قبل أما نروح السنغال بـ 48 ساعة كان لسه فيه ارتباطات بالنسبة للأندية كان فيه لسه مباريات فبالتالي برضو اتكلمت على التجمعات ما كانتش كافية في بعض المباريات أنا لعبتها كثير والدية ما كانتش موجودين معي اللاعبين كان موجودين مع المنتخب الأول فهي دي اللقات أنا بتكلم أنا مش بتهم حد لكن أنا بتكلم على الصعوبات إلا وجهت المنتخب الأولومي ولا أنا كنت متوقعة وحدثت يعني طيب أنا هسأحك سؤال كده يعني إيه بالبلدي كابتال حسان البدري أنا يعني عارف أنه حكت منظم جداً في كل تفاصيلك الفنية وحتى كمان تفاصيلك في التقارير الناس اتصدمت لما شافت أنه التقارير اللي حضرتك عملته مكرم من صفحتين فقط كانوا متخيلين أنه حيبقى فيه ملف كبير جداً أن كابتال حسان البدري يتكلم فيه عن كل شق وكل جزء حصل فيه المفحوق تبتسم ليه لا أنا أتكلمت خطوط عريضة لكن الخطوط العريضة اللي أنا أتكلمت فيها في محتوىها أشياء كتير جداً يعني مثلاً دعاً أنا أخد أخد مع حضرتك الرقم واحد حيكد من اليوم الأول لتكوين المنتخب فيه صعوبات كبيرة ومتعددة وجهة الفريق وخاصة فيه المرحلة الأخيرة والمهمة اللي تمثلت فيه عدم إقامة تجمعات ومعسكرات رغم الحاحي مراراً وتكراراً بضرورة زيادة فترات التجمعات والمعسكرات مما أثر على النواحي الفنية والانسجام منتأقله وهو ما لم يتحقق وكان الرد في كل مرة بالرغبة في استكمال مسابقة الدوري الممتاز وانتظامها وتسبب ذلك فيه صعوبة إقامة مباريات ودية كثيرة وقوية بعيداً يتم عن طريقها تقييم اللاعبين والحكم عليهم بشكل سليم ووقع فيه المنتخب يعني نشعر إنه كلام عام مش مفاصل بس محتوى يعني المحتوى بتاعه بياش مكون الحاجة التجمعات اللي أنا بقول عليها في مجموعة محتاجة شغل إنها موجودة مع المنتخب الإقلمبي لكن ما بتلعبش مع انديتها مع انديتها في فرق الفيرس تيم في انديتها لكن ما بتلعبش بشكل مستمر بتلعب على فترات في مجموعة بتبقى موجودة بتلعب مع انديتها وبتلعب مع المنتخب الإقلمبي أوقات وبتروح للمنتخب الأول فبالتالي التجمعات برضو كانت هتبعد اللعبة دي على الاحتكاكات كلها دي مع النادي ومع المنتخب الأول سواء الإرهاق أو سواء التشتيت أو سواء التوازن والمنتاليتي بتاعتك أن أنت تبقى مهتم بالمكان اللي أنت موجود وعرف أن فيه هدف أنت بتشتغله اللي هو شهر 11 أو شهر 12 راحين نلعب التصفات النائية لكن التشتيت ما بين وجودك في دور عام ودور عام ونفس الدور عام وبعدين تروح لمنتخب أول وبعدين تيجي فيه تشتيت ما دا كابتن برضو حال المنتخب الأولي بطول الوقت لا أنا بقول لك أنا قلت لك كلمة من شوية قلت لك حال القوام المنتخب الأولمبي بتاع منتخب مصر اللي موجود أنا كنت على قيادته هتجد أن أول مرة يتواجد النسبة دي كلها تبقى موجودة في الموجودة في المنتخب الأول موجودة مع المنتخب الأول ومع الفرقة فيه منتخبات تانية كانت تبقى معي كم لعيب مثلا كم لعيب مثلا تاخذ من حضرتك للمنتخب الأول لو عدينا بقى هنقول تاني يعني مرة رجب نبيل محمد أشرف ممدوح، كهرباء، مصطفى فتحي، رامي، كوكا كثير يعني يعني الناس لامت على حضرتك صالح جمعة صالح جمعة الناس لامت على حضرتك احتمادك على مصعد عوض وهو لم يكن موفقا على الإطلاق في الوقت اللي حضرتك كنت معتمد طول الوقت على حرس مرمى مصر للمقص مصعد عوض لعب أولا منتخب الشباب وكان بلعب بصفة أساسية موجود في النادي الأهلي، لعب مباراة في الدورة العامة على النادي الأهلي ظهر بمستوى جيد جدا في التدريبات معنا عنده خبرات أفريقية لازم برضا نقول أن مصعد عوض عنده خبرات أفريقية منتخب الشباب هو كان منتخب الأساسي بالنسبة لمنتخب الشباب فبالتفاصيل اللي أنا بقولها دي كلها والمستوى اللي أنا كنتم أشوفه هو كان أحق أنه يبقى موجود يا مصعد يمكن ما كانش موفق في بعض المباريات لكن بالتحليل اللي أنا بقولك ده هو حق أنه يلعب طبعا أنا عايزة عبد النقطة الخمسة في تقرير حضرتك قلت الثقة السلبية عند بعض اللاعبين انعكست عليهم بعدم توظيف قدراتهم بشكل إيجابي يخدم الفريق ويحدث الفرق أنا متخيل النصطر ده وراء حواديد اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي أنا بقولك يعني الثقة زي أننا لعب موجود مسر في نادي كبير لعب بلعب في منتخب مصر الأول كل الكلام ده قد يتحول إلى أننا استفيد بيك بالخبراتك وبالدفع الموجودة عندك وقد يتحول إلى ثقة زائدة طبعا فيه لعيبة خزالتك يا كابتن؟ لا فيه لعيبة قدراتها أفضل من كده بكتير لكن قدراتها ما بانيتش في البطولة ليه؟ ما بانيتش الأسباب اللي أنا بقول عليها الأسباب الإرهاق اللي ممكن قد يتعرض لها اللاعبين دول ما بين مشاركتهم في أندياتهم ومشاركتهم مع المنتخب الأول ومشاركتهم مع المنتخب الأول فبالتالي وروحت إنت لعبتوا مباراة كل 48 ساعة تلعب 3 مباراة لعبت في كل 48 ساعة تلعب مباراة فنتيجة اللي أنا بقوله دا وقت وجودهم مع اندياتهم وجودهم مع المنتخب الأول وجودهم معي فيه إرهاق وفي نفس الوقت فيه تشتيت في الدوافع عكس ما كنت تبقى موجود لفترة طويلة لهدف واحد وهو التأهل للأولمبياد فبالتالي بيقى فيه تركيز أكبر بالتالي بيثبقى الدوافع أفضل بالتالي أنت ما بيحصل لكش تشتيت كلاعب يعني اتقال في الفترة اللي قبل ما حضرتك هتسافر فيها على طول الأولمبياد أنه فيه لعبة بتصهر صالح جمعة مرة رمضان صبح مرة خرجوا من المعسكر مرة قعدوا في مش عارف في مكان فلاني ده فلان فلاني صورهم طلعوا في الموقع الفلاني كل الكلام دوت اتقال وكل الكلام دوت طبعا بعيد عن الحقيقة ما حصلش الكلام دوت ولي حتى كنت بقول لنا اللي صورهم يجيب لي الصور أو يجيب لي ما فيه حاجة حصلت كان كلها اكتهدات وكانت أنت عارف يعني بيبقى فيه سبوت على فرقة أو حاجة بيبقى حواليها بعض الإصارة أو كده فكانت كلها أخبار يعني قال له كابتن حسام البدري غدر معسكر منتخب مصر أكتر من مرة ما كانش بيبقى موجود فيه فبالتالي كان في بعض اللعبة بتتسرب أنا غدرت المتاعب خالص أه لا خالص مجمش بتسيب المعسكر حقيق خالص لا خالص خالص أه مش صحيح لا خالص طيب النقطة بس اللي أنا عايز أتكلم فيها دي دي الأبعاد اللي حضرتك شرحتها ودي أبعاد مهمة قوي طب إحنا سفرنا هناك إيه اللي حصلت؟ طيب أنا في السنغال تسبت المعسكر ورحت فين يعني لا لا مش في السنغال لا ده هما بيقول قبل ما تسافر قبل ما تسافر قبل ما تسافر ما ينفعش الكلام ده هيا سعلك سؤال كده قبل ما نروح للغلسها بتشعر أنك مضطهد إعلاميا؟ لا أكيد يمكن أنا أنا من نوعية الناس اللي مبعرفش أعمل لي يعني اللوبي إعلامي أو يمكن علاقاتي محدودة شوية علاقاتي جيدة جداً بالناس تقديري بيبقى من خلال حكمي على بعض الناس بحب أتعامل معهم يمكن البعض الآخر بتعامل معها طبعاً ببحترم الناس كلها بحترموا الإخوة الإعلاميين لكن طبعاً بيبقى عندي تصنيف للناس فيه ناس ممكن أبقى قراد جداً منهم أتكلم معهم أخترم رأيهم في نفس الوقت أحترم دعواتهم فيه ناس بتعامل معهم بحكم أن هم إخوة إعلاميين طبعاً لكن في بعض الأحيان بيبقى فيه يعني تصرفات منهم أو أخبار منهم أو كده بتبقى بعيدة عن الحقيقة بتبقى ساعات مغرضة أو ساعات اكتهادية فبالتالي بيبقى يعني اتصال بهم محدود شوية لكن أنا بحترم الإخوة الإعلاميين كلهم ويمكن في فترة من الفترات كان يعني بيطلق علي أن أنا يعني حبيب الإعلاميين وكده وفترة زي أنت بتقول لكن أنا طبعاً أنا يعني ما معرفش عملني له بإعلامي يعني إيه لي مشكلة هيا بحسن يعني بتقال برضو في الفترة الحاجة كنت موجود فيها أنك تطهد لعابة نادي زي ما كتحبش لعابة نادي زي ما بتحب المدرسة بتاعت النادي للأهل المدرسة اللي أنت طالع منها وبالتالي يميل شوية للمدرسة بس أنا الحمد لله يمكن علاقتي باللعبين حتى بعد ما انتهت مرحلة المنتخب الأولمبي معظم اللعبين بيكلموني معظم اللعبين على اتصال بي طبعاً مش أنا اللي أفرق خالص بالعكس يعني يمكن أنا ببقى حريص أكتر في الحتة دي ببقى أشد لعابة النادي الأهلي لكن ببقى حريص أكتر لنا قريب من اللعبة التانية بحسسهم طبعاً أن أنا علاقتي لا فيها أهلي ولا فيها زمالك فيها مدرب منتخب مصر اهتمامي بيهم قربي منهم ويمكن يعني ممكن تسعى لعابة المنتخب الأولمبي علاقة بيهم مميزة جداً جداً كلهم يعني فدي بعض برضو الأراء الإعلامية للبعض اللي كانت بتتقال إن أنا قريب من عبت النادي الأهلي شوية والكلام طبعاً ده غير صحيح قابس يعني كنت بخوف لاتحاد الكرة منك من أنا؟ لأبلاً معرفيش تعامل معك معرفيش تعامل معي؟ لا أنا كنت محترم طبعاً جداً علاقتي بقى أعضاء مجلس الإدارة لكن أنا كنت منظم العلاقة بيني وبينهم منظم العلاقة من خلال إن في مشرف معايا إداري معايا إداري كان معايا كابتن حمد المصري معايا كابتن أيمال حافظ كل طلباتي لما بتتطلب إن أنا أتعامل معاهم أو أبقى موجود للتعامل معاهم كنت ببقى موجود لكن بصورة محدودة جداً لإن أنا شايف إن بدام فيه مشرف كابتن حساب حضرتك كان عندك معايا مع الأستاذ جمال علام رئيس اللي اتأخر عنك خمس دقيق سبت ومشيت لأ من سبت ومشيت أنا كان عندي معايا وأستاذ جمال علامة أخر ربع ساعة مشيت أخر ربع ساعة أه ربع ساعة مش خمس ساعة مشيت لإن كان عندي إرتباطات وقتها كان عندي تمرين وإحنا محددين معايا فوقتها يعني المعايا أستاذ جمال علامة لكن خلي بالك ده أنا يعني من الناس اللي أنا بحبهم جداً 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 ويمكن بعد ما حصل إخفاق ده يعني كلمته اعتذرت له طول أنا آسف يعني لعدم التأخل لإن أنا فعلاً بحب الأستاذ جمال علامة جداً ومن خلال الفترة رضيتها رجل ممتاز رجل هادي جداً علاقة بيه كانت مميزة جداً وفعلاً يعني من الناس اللي أنا بحترمهم جداً في اتحاد الكورية رد حضرتك إيه على أنه المنتخب الأولمبي ده كلف خزينة الدولة وكلف مصر كلام كلام عشرين مليون جنيه كلام لسه متكلم في كلام ولا عشرين مليون جنيه ليسه متكلم ما لازم حيتكلف الدولة احنا مش عالعسكر وحيبقى فيهم عسكرات وحنسافر ونلعب مبارات فكلتبقى فيه إخفاق حتيتبقى هو أكلف فكلام يعني يعني عيب أن يتقالي الكلام دوت الناس بتتطور ويمكن أنت لسه كنت بتسرد المرتبات وبتسرد المداربين بيخطى ده وبتسرد حنيجي نقول الكلام دوت يعني عيب أن نتكلم في الكلام ده خلينا نتكلم في حاجة متطورة شوي وحاجة فيها يعني عمق عن كده يعني طيب علاقة حضرتك كانت عاملة إزاي بالكابتن حمد المصر هو المشرف على المنتخب هل كان عندك قناعة كاملة بفكرة الإشراف أصلا على المنتخب من عدمه رغم أنه فيه عند حضرتك مدير إداري لا طبعا الإشراف مهم جدا إشراف مهم أه طبعا الإشراف مهم جدا وفكرة جيدة جدا وأنا تملي بقول بالعكس يعني نصحتي لاتحاد الكورا أنه على طول يبقى فيه إشراف لكن يبقى فيه وعي في انتقاء يعني إيه مشرف على المنتخب منتخب أول أو منتخب قلوم بلازم انتقاء العناصر اللي تبقى مشرف على المنتخبات دي المشرف بيساعد بشكل كبير جدا في سرعة الإجراءات في المناقشة في وجهات النظر في نفس الوقت التخطيط وعرض الكلام ده كله على اتحاد الكورا عكس ما يكون فيه أعدى مع كذا فرض فبالتالي بيحصل اختلاف في وجهات النظر بيحصل تدخلات بيحصل تعطيل للإجراءات بالعكس الإشراف كانت علاقة مميزة جدا بالكابترح النظر المصري وفعلا هو قام بدور مميز جدا معنا لكن ما كانش فيه توفيق يعني عايزة اتكلم على نقطة مهمة هو نقطة علاقة حضرتك بكوبر واللي الإعلام صلت يمكن ضوء عليها بشكل كبير جدا لما حضرتك رفضت انه يسافر السنغال ونالك من النقد والاتهام الكثير بعد نالك من النقد والإعلام بعد ما اخفقت خالص أنا مرفضتش مرفضتش؟ أنا مرفضتش ان كوبر يسافر لكن أنا قلت صفر كوبر قد حط ضغط على لعبة المنتخب لكن هو عاوز يسافر وكانت حتى وجهة النظر المعروضة حيسافر حيقعد في مكان إقامة مش موجود معنا أو حيقعد في فندق فييجي ما حك حددت له شروط أهو؟ لا ما حددتش أنا قلت هو المنطق وهو بالطبيعي ان هو كان ما ميجي حيقعد معنا مش حيقعد معنا يعني يقض معك في الفندق فبالتالي يبقى فيه تشريط للعب أنا ما بفكر مثلا عندي تمرين وعندي مباراة وكده ولا بفكر في جزء تاني مثلا أنا كوبر موجود فبالتالي بدي جزء الكوبر أنا بتكلم كلعب بركز مع كوبر بروح التمرين بشوف كوبر بيبص علي ولا لأ فيه تشريط يعني حاج بتكلم منه الفرق ما ينفعش بالي لعبة عندها امر تبقى موجودة في المنتخب الأول لعبة بتشارك في المنتخب الأول المدير الفني موجود للمنتخب الأول مش فيه تفكير في الجزء لا التفكير ده احنا عاوزين نخليه بنسبة مية الفئة مش الهدف اللي احنا راح له طب ليه ناخد جزء منه؟ تمام؟ لحاجة تانية. فاهمي؟ انا بتكلم فيها كده يعني. بسهولة. لكن او انا رفضت ولا انا بتكلم كده. اه اه ليه نشتت اللعيبة في جزء. يعني انا شرحتها لك ببساطة هو. يعني وجوده. اه فلعب عاوز طبعا يبقى ينال اعجاب كوبر عشان يبقى موجود. لعب موجود مع المنتخب الاول يبقى فيه اه اه تأكيد على امكانياته. اه ممكن تتلحول الناحة فردية في المباريات كده. وجوده في المعسكر ممكن برضه يشتت يعني. بس. هي ببساطة كده يعني. مش اكتر من كده يعني. والعلاقة من قبل. لا لا لا. الراجل عنده سفيه قوي جدا. الراجل ابو درد كبير تمام. علاقتي به علاقة مع حدودة كانت في حدود الظروف اللي كان بتسدع ان احنا نتقابل مع بعض ونتكلم مع بعض. وانا ما تقابلت معك كلمت بمنطقة صراحة. يعني حتى. الكلام انا بقوله لك ده مغزا كبير جدا. ان انا اتكلم مع المدير الفني المنتخب الاول. وقاله انت ليه ما بتاخدش كذا. و بال及 كانت ليه مالتعملش كذا. لو انا اذا يعني علاقتي مش جيدة. ولو انا انسان مش كويس. مش هقول الكلام ده. ايوه. ففي التالي. تطرح انك كلامي ده. انت. التلام bin تحليله على طول تعرف ان العلاقة جيدة. اه. والدليل على كده ايه. اننا بتكلم في كلام لمصلحة المنتخب الاول من وجهة نظري. ومه. فبالتالي ده اكبر دليل ان علاقتي جيدة برجل. عكس انت لو علاقتك مش جيدة برجل. انا هقول الكلام ده ليه. اه. هتكلم ليه ان ان انت لازم تحتمل على ل عيبة الخبرات ووحد زي عبدالله سعيد يبقى اكيد العلاقة بينه وبين كوبر علاقة مميزة كون ان انا يبقى ده اسلوبي معه وهي ده طبيعتي مش مع كوبر بس بس يعني هو ده اسلوبي مع كوبر ومع اي حد ان انا اتكلم بالاسلوب ده فبالتالي ده اكبر دليل ان علاقت بي في حدود الوقت والزمن اللي كان موجود بيننا ان هي علاقة جايدة طيب هارجع للنوطة دي بس وانا بتكلم مع حضرتك انا فاكر انه في محطتين مهمتين جدا بالنسبة بالنسبة لكابتن حسام البدري مع منتخب مصر الوليمبي المرحلة الاولى لما حضرتك توليت المنتخب الوليمبي وتولى كابتن شاوء غريب مهمة المدير الفني للمنتخب الاول بما فيها من ملابسات يعلمها القاسي والداني ومن بعدها الكابتن حسام البدري كان ينظر الى انه دوره ان يكون موجودا ومديرا فنيا للمنتخب الاول ده اثر على حضرتك في التعامل خلص وبعرف افصل في الحاجات دي انا يعني ابراهيم انا خبريت كبيرة يعني مشواري كله انت اللي شفته يعني ابتدى خبريت كبيرة جدا والضغوط اللي انا اشتغلت فيها كبيرة جدا 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 وجودي مع النادي اهل الفترة طويلة جدا انا لو تشوف يعني الـ 28 بطولة دي مفيش مدرب حققها يعني فلاك انت خلا انا مش بقولها الـ 28 انا مش بعمل دعاء الـ 28 بطولة انا بتكلم الخبرات اللي انت تتسبها في الـ 28 بطولة وضغط مبارات وتنوع على المستوى العالي اللي هو كان النادي الاهلي والضغوط اللي أنا اشتغلت فيها كلها سواء في مصر سواء في الليبيا سواء پي السودان سواء مع النادي الاهلي المشواري الطويل لكله والبطرات دي كلها بما فيها من تنوع وضغوط وفي نفس الوقت فيه أوقات كنت مسؤولة على العمل الإداري مسؤولة على العمل الفني تمام في كل كده فأنا خبرتي كبيرة جدا فبالتالي اللي أنا بقوله لك دوت يعني بيبقى فيه شيء من التوازن في قراراتي وفي تصرفاتي مش مش شيء بس بس هدتين حسين إحنا في النهاية بشر وأنا لما حس إنه يعني دي فرصتي أو أنا عملت بقى خلاص يعني أنا طول الفترة اللي فاتت دي عملت كتير بقى فأنا عايز بقى ده هل ده السؤال اللي أنا هتراحل لحضوري لك تشعر إنه حقك تم اختصابه في إنك تبقى المدير الفني لمنتخب مصر بعد الكابتن شوق غريب؟ لا هي وجهة نظر من وجهة نظر إن أنا كنت مؤهل وقتها للمنتخب الأول وجهة نظر إن شوق يمسك فصلت خلاص بعد ما شوق يمسك أنا بركز مع المنتخب الأولمبي اللي أنا عاوز معاه هدف الموضوع ده بالنسبة لي ما كانش له أي مغزى ولا أي له أي وقت جوايا بقى أن أنا أتابعه أو أخطط له لا لا ما حصلش ما ينفعش معايا حصل ما بيني ومكلمات كتيرة جدا ما ينفعش معايا كمان أنا مع شخصيتي أنا عارف أنا فصلت خلاص شوقي بسك اتمنت له التوفيق في نفس الوقت أكون متعاون معاه جدا كوبر كان ماسل لا أنا بكلم في المرحلة اللي ما بين الكابتن شوقي وما بين كوبر لأنه المرحلة ديت هي اللي ناس بدأت تتكلم فيها كابتن حسابي بدري مديرا فنانينا وحضرتك قلت لهم لو حاجيه مدير فني مصري يبقى لازم يبقى أنا حسابي بدري لا خالص ما قلتش كده خالص ده هم الناس بتوعية اتحاد الكرة قالوا لا 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 تطلع حاجة محمود شامي وقال إنه حاجة اشترت عليهم لا خالص ما ينفعش إن أنا أطلع عشرة على مجلس الإدارة لكن ممكن تبقى وجهة النظر هي متشافة من وجهة نظرهم وخبراتهم إن أنا راجل كنت مرشح بلي كده موجود مع المنتخب الإلومبي فإنت لو جبت مصري تاني إنتما أنت ما جبتش الراجل ده في بعضهم ونسبة كبيرة منهم قالت لك هنعمل خلل في المنتخب الإلومبي بعد ما عدد تاتر علي اقتنعت حاجة بالكلمة بتاعتني تعمل خلل في المنتخب الإلومبي لا ما اقتنعتش ليه لإن كان في لسه فترة زمنية تسمح إن حد تاني يتولى وفي نفس الوقت ما اقتنعتش حتى يوم ما تعرض علي النادي الأهلي وقعدت مع المهندس محمود طهر والتفاقم على كل حاجة والتحاد الكرة رفض إن أنا روح النادي الأهلي ما كنتش مقتنع إن هما يرفضوا برضو لإن كان فيه فترة زمنية ولكن كنت ملتزم وكنت أتبنى إن هما وفقوا في الوقت ده لإن أنا كنت عاوز ألبي طلب النادي الأهلي ليه رغب إن أنا أرجع النادي الأهلي في الوقت ده النادي الأهلي ده أنا حكلم حضرتك فيه أنا بالنسبالي في منتهى الأهمية إنما بس عايز أخلص الملفات المتعلقة بالمتخب الأوليمبي أنا فيه جزئية يعني شائكة شوية عايز توضيح يعني؟ عايزة توضيح شوية هي فكرة علاقة حضرتك بأعضاء مجلس قدارة الاتحاب المصري لكرة القلب لإنه أنا بيقول لك من جوة الكواليس الناس بيقول إحنا مش عارفين تعمى كابتن حسام البدري كابتن حسام أنا قاسف اللي أنا هقوله قافل وشه طول الوقت مش سامح لأي حد إنه قرب ناحية المنتخب ولما كنا بنتكلم في أي تفاصيل اللي هي علاقة بيئة المنتخب الكابتن حسام البدري كان بعيدنا عنها أقولك حاجة أه يعني قبل ما نكمل سؤالك أه وانت تجاوبني برضو بمنتخص صراحة أه الكلام ده قال بعد ما خرجنا صح؟ أه طب خلاص شو ما أنا بقول لك أصل خبرات الكلام ده يتقال بعد قافل وشهما بالناس بعد ما خرجتي يتقالي الكلام ده أه لكنه أنا موجود إشادة بتصرفاتي الإشادة في النظام اللي أنا حطه في التنظيم في الإعلاقة بيني وبينهم فبالتالي ممكن ما يحصل أخفاكي يقول لك أصلا طب أنت أنت كعيد مجلس إدارة دورك إيه معايا دورك أن أنت توافق على اللي عارضه عليك المشرف أم ما توفقش لكن مش دورك أن نقبل بعض من أن نبقى محترمين جداً مع بعض ونتكلم لكن مش هنتكلم في العمل لأن إحنا منظمين للعمل مشرف فموديل فني في تناقش في تداول بيننا بين اللي مجلس الإدارة ممكن يقول له المشرف لا إحنا مش موفقين المشرف لازم ينفذ يعني حماد بن مصر ممكن يتألفوا من مجلس الإدارة في وقت إحنا مش موفقين لازم ينفذ لكن إنت كعيده مجلس إدارة عاوسيك تقول لي إيه هيبقى في خلط وده مش نظام ده ما خدتوش لها كابتن ما ده ينفع ما حصل لها كابتن يوم ما كان بيحاول ده ما ينفعش في الكورة فأنا بحط النظام اللي مفروغ دي مش في أي حتة سواء مع منتخب أو نادية حداك قلتني إنك ما اقتنعتش بالأسباب اللي هما قالوا هالك في فكرة إنه كابتن حسام حياتك مش هتطلل منتخب الأول علشان خاطر منتخب الأولمبي محتاجت حياتك ما اقتنعتش بالأسباب دي اللي صرحوا لكن ما صرحوا هما صرحوا وبالتالي حداك لم يكن لديك القناعة في الوقت ده قيل إنه كابتن حسام بدري مش عايزي كمل أصلا مع منتخب الأولمبي ويعني خلص كده مقام زي قيل من الإعلام فبالتالي الإعلام كان مقتنع وقتها إن أنا مفروض أمسك المنتخب الأول أو أنا بالنسبة كبيرة مفروض أمسك المنتخب الأول من إخوة كبيرة كتير من الإعلام يعني ممكن بعض حيطلع أولادة ولكن في وقتها طب حسام البدري ما يمسكش ليه ونسبة كبيرة جدا فبالتالي الإعلام كان بيتدول الحتة دي ده حسام بدري مش مقتنع وكده وحسام البدري ما صرحش ولا أنا أتكلمت ولو قلت لأن أنا لازم في الحتة دي أنتظر وشوف وحتى كان كل كلامي في الوقت ده هل أنت حتستقيل هل أنت حتمشي لو جاء أنا قلت مليش رد أنا ردي فعلي أما شوف إيه القرار حيبقى إيه طيب فبالتالي أما جابوا مدرب أجنبي حتصرحني بس في النقطة دي فضل لو كان جي مدير فني مصري وكابتن حسان البدري موجود يتولى المهمة الفنية المنتخب مصري الأول ما كان موقف في الكابتن حسان وقتها يعني وقتها يعني كنت أحفقها بالنسبة كبيرة أن أنا أمشي لكن ممكن لو جيت قلت لي أنت مسك المنتخب اللومبي وحيحصل اهتزاز وكده وحنطر نجيب مثلا الكابتن حسن شحات كان لازم ساعي تفكر أن أنا ممكن أتقبل الموضوع بس الكابتن حسن شحات بس اللي تتقبل الموضوع يعني ممكن نجيب كم ساعات كنت ممكن أتقبل الموضوع يعني ده يعني اعترفنا حاج بقيمة الكابتن حسان شحات بخلاف ذلك كم ساعات طبعا ده كم ساعات كبيرة طبعا ولكنت وقتها ممكن أفكر أقول طبعا لازم أتقبل الكلام ده ومفروض أتقبل الكلام ده لكلمة الكابتن حسان شحات طيب يعني على ذكر الكلام الحقيقة كنتم بتقوله على السيد جمال علام رئيس الاتحاد من مصر كرت قدم هو معنا على التليفون يا أستاذ جمال أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل صباح الفل صباح الفل أستاذ إبراهيم وتحياتي بيك وتحياتي لكابتن حسام أنا مش سامأ وتحياتي لكابتن حسام أهلا وسهلا السلام أيها وسهلا وضي من الشخصات اللي انا بعتز بيها صهلاة اللي انا شفتها ووحشة يا كابتن الحساب والله الله خليك انا بس خلال الكلام اللي كان بيقوله كابتن حسام البدري فيما اتعلق باقامة المعسكرات ومتعلق بانه عدد من اللعيبة كانت المفروض تبقى موجودة مع المنتخب الاولمبي ويتم الاعتماد عليها ولم يكن هناك داعي في اه اعطاءها ليه المنتخب الاول لانه احنا بنشوف دلوقتي واحنا بنقرأ في الاسماء بتاعت المنتخب حنبص اللي هي ان هو القوامل الاساسي للمنتخب الاول اصلا بعيدا عن المنتخب الاولمبي يعني انا بقول ان انا قلت ده في المستقر حياتي اه اربع او خمس او خمس لعبي احنا بنناقش ده ليه وبنتكلم يمكن ده ليه النهاردة جيه وقت ان احنا نتكلم ونفتح الملف هل الاتحاد المصري كرة القدم ما كانش مساعد الكابتن حسامي البدري في الجزئية دي تحديدا انه اه برضو سند له اصلاد الجهاز الفني لمنتخبنا الاول اصلاد جمال بقى دي حسبها لكابتن حسامي رد فيها لكن انا عايز اقول حاجة بس يعني اه اه احنا هجبنا كثير في الخطرات اللي فاتت على اساس المشدين وعلى المنتخب الاولمبي وعلى لكن نهاردة انت بتكلم اللي فيه عندك القوام الاساسي كله دلوقتي الموجود هو قوام اللاعبين اللي كنا بجاعتمد عليهم اللي احنا اه اه بدأنا بيهم مسابقات ودخلنا فيهم مسابقات افريقية وفي سن يمكن اه سن مختلف وانتعارف العمار الافريقية ممكن كانت حسامي قولك في فرق التسمين بين المصريين والأفارطة لكن اه الحمد لله هو منذبات اللي بقيت الانتباهات بكل عليهم اللي هم مواليد خمسة تسعين وثمانة تسعين والمنتخب الاولمبي طبعا اه انا يعني عايز اقول ان ان انت دلوقتي عندك منتخب بتقتر وتختار من اللاعبك في العندية عندك في نشاط مستمره دلوقتي بيخليك اه اه تختار لاقبين احنا كنا بنتعب باستركات الحسامي اقولك انا كنا بنتعب عشان نعمل مباراة كنا بنعاني عشان نجي السرقة السرقة اساسة حتى ما حدش عايز يجي لك في مصر يلعبك الكلام ده اه عانينا في الفترات اللي فاتت ويمكن هي دي اللي كانت اه النقطة الوحيدة اللي بينا وبين المنتخب الاول مفيش حد عايز يجي يلعب معاك انت لغد دلوقتي حتى المنتخب الناشئين والشباب الحاليين اللي موجدين ده المنتخب الفين ومنتخب طبعا سهين انت بتطلع اطلع ببره اطلع مباراة اينا لغد دلوقتي لكن الاستقرار اللي حيستمر ان شاء الله طبعا اكيد في الفترة اللي جاية انا ربعا نحسن من الفاتح تكتير ان شاء الله طبعا يعني السيد جبال بتكلم على حاجة مهمة جدا وبيتكلم ان اه امكان انا وانت مغزى حديثنا ان احنا بتكلم ممكن المنتخب اللون بيتضر من عدم تلك الجماعات لكن بيقولك بالوقت يبقى فيه قاعدة كبيرة جدا للمنتخب الاول انه ممكن ينقي وبالفعل يعني انت لو كان حتى معظم اللي لعبين دلوقتي عدد منتخب الاولمبي اولا جدا لكن بقى فيه قاعدة تانية ممكن في وقت تلجأ لمصطفى فاتح تلجأ ففيها فايدة برغم ان المنتخب الاولمبي محاقش هدفه لكن على المستوى العام والشامل عملت قاعدة كبيرة للمنتخب الاوليان سيد جمال عايز احاك سؤال هل كنت تتخيل يعني حكا لك بصراحة وكابتن حسام موجود يعني لما بنيجي نتكلم على كابتن حسام البدري واحد من اكبر المدربين المصريين اللي موجودين على الساحة لما بنيجي نتكلم على الجهاز المعاون واحد من افضل الاجهزة المعاونة اللي موجودة في مصر اه اه كل الامور دية وكمان المجموعة اللعيبة تقول ان احنا اكيد حنصعد مع المنتخب الاوليمبي محاك كنتم يعني عندك ولو تخيل او ولو شك ان المنتخب ده لا يصعد الى الاوليمبياد المقبلة؟ ولا بصراحة الحسام ولا اي لاعب حتى موجود في الفرقة انه كان يتوافع اللي حصل اه اللي حصل طبعا بحثول اه اه مش عايزة بحاجة لكن اللي كان موجودين الفرقة اللي رايحة والجهاز اللي انت تتسلم عنه طبعا انتخذ الكبت حسام بس كريسي اني الحد حص حكا ولو اه 3% او 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 5% ان احنا مش خلنا تحصل لكن اه قول اورد تيها كل شيء اساس جميل وقدر الله ما شايف اعلى الحصان لازل ان انا بقولك على المستوى الكاروي دلوقتي انت عندك اه اساس جميل اكيد لي وانا مسافر قال لي يعني ان شاء الله اتأهله يعني فانا ما كانش حد عنده شك لكن هذا يكون قدم طبع ايه طبعا والحاجة ضحيجة كمان انا بشكر عليك كبت استخدامه انه هو فعلا بمجالب ما نزل اه يعني هو نفسه اعتذر قال انا انا بسعارك اللي حصل ايه وانا باعتذلك انا كان طبعا طموحي اكتر بالضبطة لكن بسعارك اللي حصل اه السجمال انا بشكر حاجة شكرا جزيلا يا فندم وابتمنى ان شاء الله لاتحاد المنصر كرة القادمة التوفيق مع المنتخب الاول قبل مباراة نيجيريا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا كابتن حسام انا عندي اسئلة كتير جدا ملف النادي الايلان لسا ما فتحتوش ملف المباحثات الطويلة مع النادي الايلان لسا ما فتحتوش مع حضرتك الحوار ممتع جدا الهاشتاج بتاعنا هو السوبر اندرسكور البادري حناخد اسئلة حضرتكم او الكلام اللي انتو بعتينه ليه كابتن حسام البادري وعندنا كمان اسئلة كتير جدا 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 خليكم معانا بعد الفاصل في السوبر جد الترحيب بحضرتكم في السوبر ووضيف يوضيف حضرتكم هو كابتن حسام البادري وعندي اسئلة كتير جدا بس استاذ حاجة كابتن حسام بقى نشوف التويتر والهاشتاج بتاعنا المعمول باسم حضرتك السوبر اندرسكور البادري ونشوف اسئلة حضرتكم اللي على تويتر وكمان على الصفحة عندنا على الفيسبوك يالله نبتدي بيها وبعدين بنرجع ليه اسئلتنا انجليوس نوصف ممكن يا كابتن تقول لنا اسبابك خروج منتخب الوليمبي اللي كنا بنقول عليه امل المنتخب حقك زكرتها وفصتها طيب ايه اللي بعده السايد بيقول كان معاك احسن منتخب اوليمبيل ليه كان نقصك ايه عشان ناخد البطولة وهل ده فشل ولا تفسيره ايه ممكن حيك ترد عليها بقى سريع طبعا يعني الاسباب اللي احنا قلناها لا ده مش فشل ولا حاجة الكرة ولاد فيها كل شيء لكن الاسباب اللي انا قلتها دي طبعا اللي انا سرتطع من شوية هي دي اسباب عدم التأهل يعني طيب ايه اللي بعده ميصارة ايه الاسباب الغمضة اللي اجبارتك تلعب ندفد احسن نص ملعب معاك فرود احنا عايزين نفهم بس اه طبعا برضو النقص يمكن من خلال اه التقرير اللي انا قدمته برضو موجودة قدمة اه طبعا ان عدم وجود اللعيب المحترفين كان سبب كبير طبعا برضو معانا زي كوكا اه فبالتالي كان فيه نقص عددي اه في الحتة دي والدليل على كده انا بقولك انت لو شوفت الناس اللي موجودين معايا اه اه يعني ما بلعبوش بصفة مستمر الوقت في الدور يعني فكانت وجهة نظري سليمة يعني ممكن كريم ندفد هو اللي بلعب بشكل متواصل لكن الناس اللي كانت موجودة في رأس الحربة مبتشاركش في الدور انا عندي انا بقى سؤالي فكانت وجهة نظري بتأكد ان هي صحيحة يعني انا عندي بقى سؤالي حكس تبعيت شكر نجيب رغم انه حضرتك اللي كنت وغده معاك وكنت مفوقه جد ليس تبعيته من السفر فترة برضو اه 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 يعني اه شكري ما كانش كويس والدليل على كده شكر اللعب جيد لكن ما عندوش استقرار في المستوى يعني oui ودلع كده انتقاله من الاسماعيل لازل الرسول بيطلع وين زلervation يعني دهي على كده انتقاله من الاسماعيل العالي عارل الاسواع فدلي برضو اللي الحتة دي موجودة عنده لكن هو كلعب جيد لكن ما عندوش استقرار إهة في المستوى فبالتالي اه كانت حتة التذبذب دي في بطولة وقتها قصير طبعا ممكن ليه برضو التزابدت ده بقى موجود فأعتمدنا عالناس اللي هي كانت موجودة معنا هنا بسؤال تاني بس قبلما ارجع على تويتر فضل مصطفى فاتحي حضرتك ليه ما اعتمدتش عليه بشك今天 ممالحة لا مصطفى فاتحي لعب لكن محنا مش عاوزين نقام م rational مصطفى فاتحي هل هو بيبدأ في الزماليك على طول لا بديل ايه بس هو مع من طخبة OLED ببقى فيبقى هو لبقالة أنا لعبت كريم ممدوح وشدت به جدا في نفس الوقت كان معايا رمضان صبحي ففي أسباب لكن مصطفى لعب ممتاز يعني مصطفى فتح لعب ممتاز لكن ناقصوا حتة أنه يقدر يلعب مباراة كاملة يقدر يلعب التسعين دقيقة لكن هو لعب ممتاز بيعملك الفرق يعني مصطفى من لعبها اللي بتعملك الفرق لكن المشكلة عند مصطفى أنه الفترة الزمنية وجوده في الملعب يعني بيبقى فترة زمنية قصيرة مقدرش التسعين دي يبقى بنفس المستوى وكده فها دي كانت وجهة النظر يعني كمتل حساب لو راجع بحضرتك الزمن كنت تعمل ايه في المنتخب الأولمبي عشان حاجة أنت عملتهاش وكنت هتعملها عشان المنتخب ده يصعد للأولمبيات لا أنت بعد المباراة يعني أو بعد المباريات بتشوف كل حاجة ممكن تقول أنا لو بعد المباراة دي ما كنتش هلعب فلان ما كنتش هجيب فلان معايا طب قولي بي ما كنتش هجيب مين فهي كرة القدم كده ما كنتش هجيب مين مع حضرتك ما كنتش هجيب مين لا يعني في بعض اللاعبين مش هقول أسماء طبعا في بعض اللاعبين ما كنتش هستخدمهم بشكل أساسي لكن نظرا 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 أن مشاركتهم عنديتهم موجودهم مع منتخب أول وأهميتهم أن هم يبقوا موجودين وتوقعك أنت وتوقع الجميع وتوقع الإعلام والجماهير أن هي يبقى هما نقطة التحول في أوقات كتيرة ما كنتش موجودة وده ورد في كرة القدم يعني ما فكرتش ترجعهم مصر لا لما ينفعش لا استقل المحاكة دي كرة لا خالص 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 كانت اكتادات برضي طبعا طيب نرجع تاني لأسئلة صلاح علاء بيقول هلأ ورد عكبت حساني ببدأ تدريب الأهلي قبل مرتن يولو وهو رفض وممكن ندرب الزمالكة وأي فريق محل غير النادي الآلي طيب تعال بقى يا كابتن نخش بما أن الناس هتسأل على النادي الآهلي نخش في مفاوضات النادي الآهلي أكتر من مرة كابتن حساني ببدأ يبقى قبق وسين أو أدنى من تولي المهمة الفنية للنادي الآهلي ولا يحدث هذا الأمر إيه السبب وإيه المشكلة وحصل على كم مرة لا السبب مفيش مشكلة في السبب إذا بتقول السبب والمشكلة هو بالفعل طبعا يمكن أنا ذكرت من شوية قلتلك على موضوع تفاوض الأهلي وتفاوضي مع المهندس محمود طاهر وكابتن عبدالصادق في الوقت دا دا قبل جريده؟ دا بعد جريده بعد جريده على طول واتفقنا على كل حاجة لكن اتحاد الكرة رفض وزي ما قلتلك كنت متمنى أنه هو يوافي في الوقت دا فأنا احترمت وجهة لا أمش هعديها أن الحتة بتاعت الاتحاد الكرة دي دي في بقصية كتيرا كانت لقى رقبة جديرة لا هم قالوا قالوا أنه أنا ممكن أقول لها حاجة بالأسماء أنه عندش مشكلة حاجة محمود الشامي وأكتر من عضو مجلس قدارة الأستاذ مجد المتناوي قالوا أنه هم كانوا مستنين حضرتك تقول لهم أنا عايز النادي لأهلي وهما يقول لها كانت خلاص لكن حضرتك تمندش تقول لهم أنا عايز النادي لأهلي حتى أنا كان قاعد بأستاذ جمال العلم على مكتبه وهم كلهم قاعدين كنت قاعد والنادي الأهلي على شمالي يعني بقولك النادي الأهلي أنا شايفه كده على أنا لي رغبا أنه أرجع ناديه يعني لي رغبا أنه أبقى موجود في النادي الأهلي في الفترة دي وليه رغب ان انا يبقى موجود فقالوا لي البعض قال لي طب احنا رفضين البعض الاخر احنا كابتن مؤدرين احساسك بس بمنتخب القلومبي البعض قال احنا رفضين الكلام دوت فبالزبط انا فاكر بعد نص ساعة السيدس جمال علام قال لي يا كابتن حسان لو سمحت طريق سبنا واحنا قرارنا هتعرفته بعد ربع ساعة نزلت من المبنى اتحاد الكورة خدت عربية وكان نوقتها موجود حتى معايا ايمن حافظ بلغوني وانا فالعربية احنا بنرفض ان انت تسيب المنتخب فبالتالي حتى روح تتكلم على عبدالصادر وطوله علاء حصل كذا كذا بالرغم ان احنا كان عندنا ضوء اخضر مش انا لان المهندس محمود طهر معانت معاه قال لي انا طبعا بحترم مجلس الادارة واتكلمت مع بعضهم محمود طهر اتصل هاتفيا باحد اعضاء مجلس الادارة وبرئيس الاتحاد نفسه وكان واخد من نشبهم وفقة على ان حضرتك طبعا انا بقولك هو يعني حتى لو كده المهندس محمود طهر قال لي معظم الناس من ديانة ضوء الاخضر وبناء على الكلام دوت انا عادت معاك يعني هو حتى كملت بان حيكلم الناس الاول عشان ياخدوا ضوء الاخضر وما بقاش فيه تعارض بينه وبين مجلس الادارة بالتالي مش النادي الاهل اللي بعمل كده وهو تصرف طبعا المهندس محمود طهر بشكل كويس انه عمل التصرف دوت واتصد بيه مؤلفي ضوء اخضر الموضوع ده وانت هتروح بكرة الموضوع هي خلاص خالص والناس هتبقى موافقة على اساس ما بقاش فيه اي حاجة فعلا رحت لقيت موجودين رفضوا رفضوا ولا حبوا يورطوا حضرتك مع الناس بانه يخليك تكتب اقرار لا خالص ما حدش قال لهم موضوع الاقرار وانزلت لقيت بعض وصائل اعلام كاتبه ان قالوا اكتب الحساب البدر ان انت بترغب في الرحيل البعض قال لك ان انت مش هتخش المتخبات التاني كان كل ده كتهلات لم نتطرق ليه محدش طلب مني ان انا كتب ورقة محدش قال انت مش هتمسك المنتخبات التاني اللي حصل ان البعض قال لحنا بنرفض البعض البعض قال لحنا هنتشاور دلوقتي وبعدين اساس جمال العلام قال لك ابتان لو سمعت تفضل واحنا هنبلغك اه قررنا بعد شوية بالتليفون وفعلا عن الموبايل بعد ربع ساعة كنت في عربيتي وكلمل اساس جمال العلام وقال لي مجلس الدولة بيرفض رحيل يعني حضرتك تؤكد انه ابديت رغبتك في تولي المهمة الفنية طبعا طبعا حضرتك تؤكد انه كان هناك رغبة مني رغبة وكان هناك ضوء اخضر ممنوح من قوان المجلس قدرت الاتحادة بمصر كورة القدم للمهندس محمود طهر لانه ما قيل كان عكس ذلك تماما لما كانش في ضوء الاخضر ده كان ممكن انا مهندس محمود طهر نقعد وما روحش الاتحاد الكرة تاني اللي اتقال انه انا رايح طب ازا انا رايح اتحاد الكرة عشان يبقى فيه اجتماع بخصوص الموضوع ده يعني احنا نحسبها كده حتى منطقيا ابراهيم انا رايح وفيه اعضاء مجلس الادارة كلهم موجودين وجايين لمناقشة ايه يعني ما كانش فيه اجتماع مجلس ادارة لكن كلهم متواجدين بناء ان الموضوع ده حيتناقش ويبدو رأيهم ييرفضوا يقبلوا يعني حتى ما كانش فيه اجتماع مجلس ادارة طب ليه هتواجدت كل اعضاء مجلس الادارة في الوقت ده ده وده مش اجتماع بالزبط اه خلاص يبقى كان فعلا فيه ضوء اخدر اه وان الموضوع حيتناقش يعني يتناقش لكن يمكن ما يتناقش مع كل الاعضاء فبالتالي فيه بعضهم رفض فبالتالي هم احترموا وجهات نظر بعض فبالتالي تم رفض الموضوع في المرحلة دي دي كانت اول مرحلة بالنسبة للتفاوض معي معنات طيب في الوقت ده وحضرتك موجود مع الاتحاد المصري للكرة القدم هل خشيت انه انا اسف والله في تعبير انا اسف انا عارف اصل الملابسات بتاعتك كابتن حسن حمدي وترك حضرتك ليه النادي القليه وحكلم فيها اذا حضرتك ازنتيلي يعني هل خفت انه الناس تتهمك بالخيانة للمرة التانية لا مش خيانة للمرة التانية لكن حيبقى كان فيه اجتهادات كبيرة جدا وقتها ده منتخب مصر فالناس هتقولك زي ما انت بتقول ده سب منتخب مصر وكده وانا اعلنت يعني برغم من كل ده اعلنت ان انا ليا رغبة ان انا ارجع النادي الاهلي مش سيلا تحصلنا على رغبتي يعني هتتكلم على ايه رغبتي انا قلت اعلنت فبالتالي لو كان مجلس الادارة قال احنا وفقنا فبالتالي اعطاك ما كانش حيب فيه مجال لاي اجتهادات او ان انت تنتقد او ان انت تتكلم ممكن تقول وجهة نظر تمام لكن فبالتالي انا احترمت يعني مش ممكن حتترك المنتخب الاول اعظم المنتخب القلومبي بشرط الجزائي كان فيه شرط الجزائي تمام والبعض قال انت مرتفعت شرط الجزائي ليه لك انا قلت مش هيتم لا تعامل النادي الاهلي مع التحاد الكورة كده ولا تعامل انا مع التحاد الكورة بالشكل ده لان حتى المهندس محمود طهر رفضنا ان احنا نلجأ لحتة الشرط الجزائي لننظر لخيمة النادي الاهلي وفي نفس الوقت لتفكير ان انا ما بقاش تعامل مع التحاد الكورة بحتة الشرط الجزائي مش انا الاوان حضرتك تتكلم عن سبب تركك ليه النادي الاهلي وقت وجودك انا اعلنتها كتير طبعا يعني انا بكن لكل احترام وتأدير لك مش وصلة مش وصلة انا باقولها تاني انا كان في اتفاق بيني وبين ادارة النادي الاهلي في وجود هذه خشبة وقتها ان انا حطرت النادي الاهلي بعد مباراة البنزيرتي وتأهل النادي الاهلي دول المجموعات ده ظنوف خاصة بي خاصة بأسرتي خاصة ببعض الطلبات اللي انا طلبتها في النادي الاهلي فانا شايفها مش متوفرة دي فحوصل لنادي الاهلي في المرحلة دي لدول المجموعات افندي لدول المجموعات وخلاص بعدها لدول المجموعات وحمشي جال الدوق الاخضر فبالتالي والضبط نفسي ان بعد المباراة البنزيرتي وكان فيه وسيد عبد الحفيز موجود وهدي خشبة موجودين وكان على طول بتطنقل وجهة النظر وجال الدوق الاخضر ان النادي مش موافق الاول طبعا كان الاول لا يا كابتن مش هينفعه وكده اتناقشت معهم تاني وبعدين عملوا مناقشات مع كابتن حسن حمدي وقته الكابتن الخطيب وبعدين جال الدوق الاخضر ان شاء الله بعد المباراة البنزيرتي وحتى قبل المباراة البنزيرتي التانية ومباراة العودة كان حتى سيد دولي كابتن ما اتفكر تاني يا كابتن وكابتن خلاص يا سيد القرار خلاص وفي نفس الوقت الناس وفقت وكده وانا خلاص بعد المباراة رحت قبل المباراة بالـ 48 ساعة بالضبط الكابتن حسن حمدي يستدعاني في مكتبه واتكلمنا عن الموضوع انه هو بيرفض يعني رحيلي فقلت له كابتن انا لايه ظروف وشلحته وكان عندي الدوق الاخضر مش هينفعين في الوقت موضوع ما كانتش موضوع ما كانتش اللي هو علاقة بال بعدم تقدير النادي الاهلي للمهمة اللي عملها الكابتن حسام البدري ونجاحه فيها فتقديره على المستوى المعنوي وتقديره على المستوى المادي في الوقت اللي كابتن حسام البدري جاي له فيه عرض خيالي في ليبيا انا برضو في النهاية حاجة دي بتأثر ده اخر سبب ده اخر سبب اه طبعا انا بس كلم بناحية احترافية ده اخر سبب لكان فيه ثلاث اربع اسباب قبليها يعني يعني الدعم الفني الدعم الفني ما كانش فيه قدرات مالية عند النادي وقتها وانا عملت مرحلة انتهت المرحلة دي كنت عاوز المرحلة دي بقى فيها تطور اكتر واضافة اكتر شفت خلاص وكان جيل يعني خلاص جيل بيعتزل تمام خلاص فشفت المرحلة دي مش حقدر او مش مش حقدر عاوز اكتر يعني حتى عاوز انا روحنا كاس العلم انا احنا روحنا كاس العلم في اليابان عملت المركز الرابع ومع ان افضل اداء للنادي الاهلي في كاس العلم هو في وجود حسام البدري وفي المباراة اللي تمت ورجعوا المباراة كلها يمكن احنا عملنا مركز ثالث قبل كده لكن افضل اداء للنادي الاهلي هي المباراة اللي احنا عملناها اما خدنا المركز الرابع في اليابان وبالتالي حالك ما كملتش مع النادي الاهلي بس النقطة هنا ليه في حالة دايما كده من غموط بتاع المرحلة دي وشعور بعض الجماهير انه كابت حسام البدري سابت نادي الاهلي ليه الناس مش قادرة تنسى الجزء ليه مين مش قادرة ينسى وليه انا كل ما بروح في حتة اولا ما كانش فيه بعض الاخوة الاعلمين برضو رواجوا لحتة دي رواجوا لها رواجوا طبعا طبعا انت قلت لي في بداية حديثك ليه انت بعض الاعلام بينتقدك بشكل كبير او بكلمك بعض الناس روجت لحتة دي لا في جماهير بترفض عوض الحسام البدري النادي الاهلي لكن اكيد اقول لك هاي لو في حسام البدري لو في مانو الجوزي لو في جريد لو في بسيرو استحال انت هتلاقي جماهير النادي الاهلي كلها تقول لك لان لازم الناس تعرف في الناس بطبعها منتخضة وحلقنا كان اعترد اه طبعا وكله بيعترد وفيه بيعترد لكن انت ما تيجي في كل لحظة انه موجود قبل ما يجي بسيرو وجريده موجود وقبل ما يمسك الاخوة المدربين المصرين زملائنا اللي مسكوا دول ان كان كل جماهير في الشارع وانا ماشي رغبة في عودتي في كل حتة سدقني كل ما بقى بجي من النادي في رغبة في عودتي تمام لكن ده مش قراري بقرار مجلس ادارة وقرار النادي بصراحة انا كان ليا رغبة طبعا كان ليا رغبة كبيرة طبعا ان عودة النادي بصراحة العبارة كده على المفتش النادي الاهلي وقته وجود الكابتن حسن حمدي نباها كان هتعامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم كان هتعامل بشأن اقوى من كده بكتير وبالتالي هل شعر الكابتن حسن البدري بالصدمة من تعامل اتحاد الكورة او تعامل مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع النادي الاهلي في موضوعك انه لا ده مش هو ده النادي الاهلي ومن الاهلي كان بيتكلم كان بيخلف على طول لا لا ده مش صدمة يعني مش صدمة وجهة نظر اهراء بتتقال ناس مسؤولة عن اتحاد الكورة وجهة نظرها ان هي ما تسيبش حسن البدري في الوقت ده او ما تديش القرار ان حسن البدري يمشي فلازم تحترم وجهة نظرهم يعني احتراف اه يا كابتن بس حاجة تقول انه تم اعطاء الضوء الاخدر بالزبط لما اتحاد الكورة يقول كلمة للنادي الاهلي او يحصل مباحثات ما بين النادي الاهلي او من الاتحاد المصري كرة القدم يبقى الموضوع شيء ما منتهي لكن ورد ابراهيم يحصل تغيير في الرأي ان انت مش كل اعضاك الموجودين اعتقد يعني انا معرفش انه طبعا المكالمات تمت ازاي او الدوق الاخدر تمت دا كان انا كان عندي معلومة ان فيه دوق اخدر هتروح بكرة افتحاد الكورة الناس هتوافق اه يعني اتناقشوا معهم والناس كلموهم ومجل السيدارة النادي الاهلي احترم كل الاعضاء وكلمهم وكده وعندنا دوق اخدر ان هما يوافقوا رحت انا الاجتماع حصل تغيير في وجهات النظر وارد ان يحصل يعني طيب انا سألت حكي على موضوع الاقرار بس برضو فيه جزئية قالوا انه كابتن حسام البادري قالوا له اكتب اقرار ان انت تمشي واحنا هنسيحك تمشي لكن لن تعود لتدريب اي منتخب منتخبات الوطنانية خالص خالص طيب الجزئية اللي بعدها خلاص اتقفل الملف بتاعه ان حاج تتولى المهمة الفنية دلوقتي فيه النادي الاهلي واستكملت مهمتك مع المنتخب الاليمبيج ثم عاد الامر مرة اخرى ولكن بقى بقوة بعد رحيل اعتقد كابتن فتحي مبروك كابتن حسام البادري خلاص هو دلوقتي المرشح بالزبط او بقوة وهو الاحيد اللي على وتمت مفاوضات تاني وتم يعني جلوسي مع المسؤولين في النادي الاهلي بس مش اقول طبعا بالزبط بقى الترتيب في الحتة ديت لان لازم احترم اشياء كتيرة خاصة بالنادي الاهلي بعد بزيرو ااسف حاك لا بعد فتحي مبروك صح بعد فتحي مبروك صح اه بالزبط كده بعد كابتن فتحي مبروك وقعدوا اه معايا وكان فيه موافقة ان فيه موافقة طبعا على رأسهم الاستاذ بقى المهانس محمود طهر مكانش موجود كان خارج مصر اه 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 لكن قالوا لي خلاص تمام وحيرجع وتم كده وحصل تغيير يعني فيه فتقبلت الموضوع عادي بقى ووف بعد بقى بزيرو اه بعد بزيرو انا طبعا كان فيه مفاوضات بيني وبين امبي اه اه ويمكن اه كالله رغبة كبيرة جدا اننا بقى موجود في امبي لكن اه يعني قعدت مع المسؤولين فينا لامبي اه اه اختلافنا على بعض النقاط وفي نفس الوقت اه اه انا بقول فرقة امبي فرقة مميزة جدا لكن عاوزها تدعيم عاوزها تدعيم اه طبعا عاوزها تدعيم وانا عادت انا عارف ان فرقة عاوزها تدعيم وانا بطبعي كحسام البادري اما بروح حتة بأحب يعني اكيد اكيد انت خط على كده عاوزها حتة تعمل فيها حاجة اه تنافس اه 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 مش ضرور كل فرقة هتنافس على الدولة انه لازم تبقى منطقي لكن ممكن اما تروح اه فرقة معينة تقول لا انا حابقى في مركز جيد لان خلينا نتكلم يعني في سلبية كبيرة جدا موجودة في مجال كرة القدم دلوقتي وهي ان كل الانتقاد والتحليل والمسؤولية بتتم على عاطق المدير الفني وده خطأ كبير جدا وبرد دي مساحة احنا لللاعبين ان كل حاجة بيبقى مسؤول عنها المدير الفني بس فرة الكرة دي مدير فني ولعبين لو انت معندكش لعبين استحادتها من حاجة تمام فبالتالي زي ما انا بقولك كده يمكن انا كتوجي النظر ان فرة امبي عاوزها تدعين واختلافنا في بعض الاشياء مع ضرة امبي مش اختلاف يعني اختلاف وجهات النظر يمكن معانا اعتذرت وطولنا بقى انا في المرحلة دي مش حاضر ابقى موجود من الكواليس قيل انه النادي الاهلي قال للكابتال وانا اعتذرت بعدها جالي تليفون برضو مش هقول من مين ان يعني ياريت ما تمديش مع امبي نظرا للغب نظر لغبت كده فانا قريدي انا يعني مش عشان النادي الاهلي وقتها لاني جات للتليفون ده بعد اما اعتذرت للمسؤولين النادي الامبي لأ فهما كانت بطوع امبي حتى معتخدين ان انا عملت الكلام دوت عشان النادي الاهلي لأ بالعكس بعد كده حتى ما روحت جالي تليفون كابتن ياريت ما تمديش مع امبي كده ان في رغبة كذا وحيتم كذا قلت المعومون انا يعني اعتذرت الامبي وكده وانتظرت يعني مش انتظرت يعني وما تمش برضو للمرة التالتة للمرة التالتة اهو في حد جوه ماجه صدارة النادي الاهلي بيحارب عودة لأ لا معرفش لا معرفش ما بحستش يعني اكيد فيه ناس موافقة وناس مش موافقة اكيد فيه وجهات نظر للمدين الفاني فيه فارق بين الموافقة من عدمها طبعا وفيه فارق من المحارب ممكن مش محارب ممكن محد معدوش رغبة لوجود حسام البدري لصعوبة التعامل في الوقت ده او لأسلوب حسام البدري لأسلوب حسام البدري ان فيه فصل في الكورة لا مش فيه اطرم عدي فيه فصل في الكورة فيه نظام تعودنا عليه في النادي الاهلي وده العمل الانجازات ده العمل الانجازات للنادي الاهلي في السنوات اللي فاتت دي والناس ما بتشيد بالوقت الزهبي للنادي الاهلي فيه حاجات يمكن انا حقولك انا معدت مع المهندس محموط طقيق انا بتكلم كل одноبع ببعض النقاط لايته انا كمان هو هو مرحب جدا بالنقاط دي ومرحب يتم تعديل في بعض النقاط فبالتالي فيه رغبة مسئولية. فبالتالي بقول لك انا انا اتعودنا على حاجات معينة في النادي الالفانة اتنقشت وكلمت فيها. فبالتالي ممكن البعض اه مالوش رغبة ان الحاجات دي. تخض بقى. متى او يبقى فيه فصل في الحاجات او يبقى اه المدير فاني مدير فاني ومدير الكورة مدير الكورة والمشرف مشرف وكده. اه ممكن بعض بيرفض الكلام ده فبالتالي فيه اه صعوبة في حياتها دي. لكنها اه ما بتبقاش بالمصلحة يعني. طب بقية انا معنديش تأكيد. الكلام ده صدقني. معنديش تأكيد. لكن علاقتي بالكابتن زيزة علاقة مميزة جدا. ممكن هو مالوش رغبة ان يبقى حسام البدري من حق قوي. ممكن يكون عنده اسباب هو. لكن هتقول لي على علاقتي بالكابتن زيزة. اقول لك علاقة مميزة جدا. جيادة جدا. طب ايه قصة عدم عودت حضرتك اللي مرة التالتة. لا اسباب معرفة. ما بحستش فيها. اه. لان انت زي ما تقول لو بحست فيها اه هيحصل ايه ان انا اه 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 اكتهد في اشياء غلط. فبالتالي حخصر بعض الحاجات. حخصر بعض العناصر. حخصر بعض الناس. اه. تمام? ودا مش اسلوبنا في النادي الاهلي. اه. يعني فهم. تمام اسلوبنا بتبص للكيان. اه. للكيان. اه. يعني اي فرض بيبقى موجود عمره ببيبص للمصلحة الشخصية. اه. او بيبص اه لاهل السقة. اه. او كد. ودي خلي بالك دي مثل النادي الاهل عطول ان ان انت لو تشوف انتقاء الأفراد في النادي الأهلي من خلال الفترة اللي أنا تواجدت مع كابتن حسن تواجدت مع كابتن حسن وكابتن خطيب انتقاء الأفراد تجد أن كل واحد موجود في المكان المناسب مدير كورة عمره متحصل للمشكلة مدير فني مدير قطاع ناشئين فكان الانتقاء على مستوى عالي جدا رأيك كيف فرقة النادي الأهلي دلوقتي أفضل فرقة في مصر طبعا حيث العناصر أفضل فرقة في مصر المدير الفني الجديد أكيد هتسألني عليه فحقولك طبعا يعني شيء جايد جدا أنه هو طبعا لسه ما أقدرش تقيمه برضي يعني المرحلة أو الوقت ما أقدرش تقيمه بشكل كبير لكن السيفي بتاعه طبعا قوي جدا الشيء جايد من خلال الفترة البسيطة دي أنه ما عملش تغييرات يمكن خالص في أنه يحاول يجتهد في أنه يغير الهيكل أو يديفه وكده لسه أخد وقت وهو بلعب بالأفراد اللي مفروض يلعبه وبيعمل التغييرات بشكل كويس يمكن ما نقدرش تقيمه دلوقتي لكن يمكن بنتكلم على أسلوب الأوروبيين المعروفين بيه الهيلي موجود بلعب بيه؟ مش موجود برضو عاوز أتكلم يمكن أنه مطش اللي فات البعض تتكلم على حتة والنادي الأهلي هجمته قالت ليه؟ والنادي الأهلي توقعا أنه بعد الجن الأولاني اللي جاء بعد عشر دايق هو طبعا يمكن حتة الالتزام اللي بتتم من ناحية السيستم الأوروبي وكده ده شيء جيد ومطلوف في كرة القدم لكن في بعض الأحيانة ما بتبقى فيه فرقات بين فريق وفريق لابد أن الالتزام ما يبقاش مبالغ فيه لأنك تستغل قدرات فرقتك بشكل أسرع وأقرب يعني آهلي كابتن حسن حمدي ولا أهلي المهندس محمود طهر من الناحية الفنية اللي علاقة بالكورة؟ من الناحية الفنية؟ من الناحية اللي مصورة عنها المدير الفني لا حاك بقى خدش بالك أنا أقصد إيه سيستم النادي الأهلي وقت كابتن حسن حمدي في الكورة ولا سيستم المهندس محمود طهر في الكورة ما أقدرش أتكلم على سيستم سيستم كابتن حسن حمدي كان مميز تمام؟ وأنا بقولك فيه أشياء جديدة ما أنا أسترجع كده كحسام البدري من خلال وجودي في الفترة دي أقولك أشياء كتيرة مميزة جدا في انتقاء الأفراد في النظام في التركيز في أشياء كتيرة جدا في الفسك طبعا كل كلام ده ما بدمش إلا من راس الهرم راس الهرم هو البيادير كلام ده كله لكن هتكلمنا على سيستم دقاتي مجلس محمود طهر أنا مش موجود ولا حتى في المفاوضات ديت قدرت تستمت الشكل عامل مفاوضات اللي تمت بيني مهندس محمود طهر في السيخ مدير فني بيتعاقد مع رئيس النادي بكل احترام ببجاهة نظر بشكل مرتب بتناول نقاط كتيرة جدا ده اللي تناولت تناول مهندس محمود طهر تناولنا نقاط كثيرة جدا فكانت مفاوضات جيدة جدا طبعا بيني وبيني لكن ما تمتش هيا ناخد فاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم في حوار مهم جدا مع كابتن حسام البادر اللي مشرفنا ونوارنا فيه السوق حاجة محمد عبدالباه بقعود مكسوضات النادي الاهلي قال انه تعرض عليكم محمد صلاح وحضرتك اللي رفضت محمد صلاح وحاجة اللي رفضت في النادي الاهلي انا طبعا اندهجت ان الحاج محمد عبدالباه بسرح التصريح ده ويمكن ما عرفش انا مسمعتوش لكن انا قريته حتى قيل ان هو بثمانمئة الف جنيه طب يعني ينفح طب نقرر المرحلة اولا انا كنت موجود 2010 يعني كنو بتكلم على المرحلة دي 2010 لو جبناها اعتقد محمد صلاح كان لسه مابتداش مع المقاولين الا كان لسه متصعد للفري الاول يعني من 6 سنين كان لسه متصعد اعتقد 2010 يمكن بعدها ما رحت امبي كان لسه محمد صلاح حتى لعب قدامنا مطش المقاولين وامبي فيمكن وقتها كابتن محمد رمضان كان بيتولى مدير الكورة بالنادي المقاولين وكان وقتها كابتن محمد عامر المدير الفاني وجاء لي محمد رمضان وقال لي قال لي عندنا لعب ناشئ جديد محمد صلاح لعب جايد جدا وكده هعمل له يعني ركومنديشن لنادي الاهلي ان هو يبقى موجود كده فالطولة طب ما تشوف رمضان وكده قال لي طب فساءل طبعا وشاف ان ممكن ان النادي مقاولين يستغنى رجع تاني قال لي لا النادي مقاولين مش هيسيب الولد دلوقتي خلال 2010 وفي الولاية التانية طبعا محمد صلاح كان سعره حتى كان لسه بجود في دول مصري كالب عشرة مليون وكده مش 800 الف زي ما قال الحج محمد عبوهاب لكن في الولاية الاولى ما تعرضش علي حج محمد ولا 800 الف لان حتى لو شفت المرحلة نحن كنا نشير فيها اللعيبة في الوقت ده لأ كان فيه ناس تلات اضعاف الكلام ده بالزبط بتلات اضعاف الكلام ده في ازاي محمد صلاح لو كان هو بالتواهج ده هيتعليل علامة 200 الف مش هناخده يعني الناس عندها لابسة في موضوع ابو تريكا مين اللي جب ابو تريكا في النادي الاهلي؟ ابو تريكا يعني هو يمكن مانو الجزي في احد احتفالاتنا الخاصة في احد الفنادي مش عاوز اقول اسم الفندق يعني وكانت كلمه برضه بسؤال وجه لي على ابو تريكا فقال يعني لو عاوزين تشكره حد على ابو تريكا فاشكره الراجل دوت اللي هو انا كنت موجود طبعا في الاحتفال ده لان هو اللي عمل ريكمونديشن ضرورة وجود ابو تريكا ابو تريكا كان عندنا لجنة فنية في الوقت دوت ويمكن اللجنة الفنية بعضها كنا ما بين احنا في اسماء كديرة واحنا بنكون الفريق في 2004 عنا وجوزيه كان البعض قال لا ابو تريكا لا يصلح للنادي الاهلي والبعض الاخر وانا كنت مصر على ابو تريكا وطبعا كان برضه النظام عندنا في النادي الاهلي بدام الجهاز الفني قال حاجة بتتنفذ يعني وقتها قلت لأ انا مصر على ابو تريكا لان كان جزيزة يبلي الحاجات دي طبعا لاني ليم يعرفتي باللعيب المصريين فقلت لأ ابو تريكا مهم وابو تريكا لازم يجي وطبعا ابتدت المفاوضات وكتنا والكابتن عدل القيعي يعني ابو تريكا دوخنا بس مش كتير يعني شكتير اه اكتمعنا بيه ثلاثة ايام في الفجر كنا في بيت كابتن عدل القيعي كنا منجيب ابو تريكا كانت معا صديق اسمه ماجدي وماجدي ده سمال كو كبير جدا لكن هو اللي كان بيبقى موجود بابو تريكا وخلصت مفاوضات ووقتها ابو تريكا برضو كان الزمالك موجود في المفاوضات ويمكن المبلغ اللي احنا دفعناه لابو تريكا اقل من المبلغ اللي كان عرضه الزمالك وابو تريكا وفع المبلغ الاله علاقة حضرتك بابو تريكا في الولاية الاولى غير الولاية التانية تماما علاقتي دواما مع ابو تريكا علاقة مميزة والله طبعا ولسه على اتصال دلوقتي ولسه في عيد ميلادي طبعا برضو بعيدلي الرسالة ومهنيني وعلاقة مميزة والناس اللي انا يعني بعتز بيهم جدا وبعتز بالتوازن بتاعهم بتاعه خلال وجودي معاه لعب مميز طبعا بعيدا طبعا ان انا اتكلم عن امكانياته الفنية لكن شخصيته وتوازنه والتزامه من افضل اللاعبين اللي انا شفتوهم في خلال مشواري اذا ما كانتش الافضل يعني في خلال مشواري مع النادي الاهلي طيب تعالى اسأل حضرتك كده اسئلة الناس بعتهلنا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج السوبر وبعديها حعرض لحضرتك فيديوهات واخد تعقيب من حضرتك عليها سريعا عبودي خالد بيقول بترفض اوبا ميانجي ليه بتاع دور تموت رفضت اوبا ميانجي قبل كده في النادي الاهلي اكتهدت خلينا نتسلم ايه رأيك في احمد حمدي ده احمد ميدو احمد حمدي لعب الاهلي اه الناشئ لعب مميز جدا اه وانا امكن بعد مرحلة المنتخب الولمبي كلمت سيد عبد الحفيز وقلت له ان فيه لعب مميز جدا اسمه احمد حمدي عندكو اهتموا بيه وممكن هو في اعارض الوقتي في المقاولين بتبعنا له كل التوفيق لكن لعب مميز جدا يعني تاني اللي بعده اخر حاجة اه انا محمد بقول ايه توقعتك لموتش نيجيريا ايه الفرقة القادمة لك لو انت ما كان كبرها بقية التشكيل قدام نيجيريا ايه توقعتك لموتش نيجيريا اه لا التشكيل لازم يعني انا اه سمعت ان كوبر اه يعني ابتده يحط في التشكيل وكده اكيد نتيجة متابعيته نيجيريا مش اقدرش اقول التشكيل لما شوف الات نيجيريا يعني اه طبعا انا كان فيه ثوابت ام يعني فيه ثوابت لو انت اه لو ثوابت انت هتتكلم على رامي وحجازي هتتكلم حرصة المرمى الحضري او لاشي النابي موتش ده بتا عمين احاك مدير فني تختار اه الحضري طبعا خبرته كبيرة جدا يعني اه ينفعنا شمعت اه طبعا ينفعنا شمعت يعني الموضوع ده عاوز بحثا يعني بحث بسواع صامح عليها لكن الحضري طبعا طبعا حضري جاهز وضرير المبرادة طبعا بشكل كبير يعني اه بالحضري ده ابن العنصة الاساسية حاجتكلم على حجازي وربيع برضو عنصة الاساسية اه طبعا يعني لو قتلك امر جابر او لك ان المفروض بحيب احاولك لو قتلك الباكليفت والباكريت اقولك لازم اتفرج على فريط ناجير والله اه طبعا طب حمد اطلب ما لابقولك لازم اتفرج على فريط ناجير افريد انا اه اعاوز اعتمد على عنصر اه 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 شايف فريط ناجيري ان هي الحتة دية مش محتاجة ان واحد يوقف ويدافع بشك فممكن استغلاها في ناحة الوجومية يبقى حمد اطلب بقى مش هبقى لي دول لو انا لأ شايفنا ان الناحة دي هتبقى خطر علي وكده لأ يبقى حمد اطلب بقى لازم يلعب طيب هعرض لحضرتك بقى في اللي جاي ده فيديوهات سريعة وباخد من حضرتك تعقيب عليها ماشي كده يلا نبتدي مع حضرتك بالجزء ده ان فيه صبر الرحيل ان تبقى لبقى حمد فانا عاوز ايمن المباراة حد دي فعقيب ايه على الصورة دي لا مش على الصورة دي دي صورة حضرتك وصورة وبتحك فيها هو لا يصورة حلوة تقولنا الفيديوهات يا كماعة الاول فيديو كابتن احمد عادل عبد المناء هو بتكلم يلا كابتو حسين بدري مدرب مصر بعقلية عالمية 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 والله ومسك في فترة صعبة وخات بطولة افريقيا في فترة صعبة جدا كابتو حسين بدري مسك في اصعب ظروف في النادل مسك لما مستر مانجوزين مشي وساعتها من مستر فنجادا مجاش في اخر لحظة كابتن حسين بدري مسك مدير فني كان اول مرة يمسك فيها مدير فني في النادي القلي في الفريق الاول خدنا بطولة دوري معاه السنة دي سنة 2009-2010 وبعد كده كابتن حسين رجع في 2012 بنلعب بطولة افريقيا من غير جمهور في ظروف صعبة كان في مشاكل قوي جدا ما بتلعبش دوري ما فيش مطشط ودية ما فيش اي حاجة وخد بطولة افريقيا من الترجي في تونس لو طبعا كابتن حسين جيمة كبيرة الواحدة تشرف النقمرة معاه تعقيم حضرتك كابتن انا بشكروه يعني طبعا عادل طبعا وسعيد جدا بمستوى في الفترة الاخيرة وامكان انا كنت لسه في حديث بينه بين طرق سليمان سعيد جدا بمستوى وسعيد كمان بشخصيته لان كون الفترة الطويلة دي عادل بيقعده ووقت ما بتحتاجه بتجده بالمستوى ده طبعا يعني انا سعيد به جدا عادل لو بشكروه يعني طيب تعال نشوف مع حضرتك اللحظة دي وتقول لينا رأيك فيها ايه هي نقطة ممكن لخوض فيها لماذا نفشل في كورة ككورة تونسية في المتر الاخير وهنا وقت التحليل ينتهي الان وقت التكريم للبطل بيجا دارة بيستحقاق مبروك للنادي الالي اكيد طرق ذياب ككوارش قديم هذا ما يقول حسين البادر يقوله فريمان او حقيقة استهلتوا هذا الانتصار حقيقة كنتوا جديرين بيدي المباراة سيد عبد الحفيظ هذا العامري فاروق طبعا عضو المجلسي دارة النادي الالي وفي الواقع بعد الثورة صار وزير شباب الرياضة رئيس البعثة الالوية هنا سعيد اظن هشام سعيد اهلا كل حال النادي الالي مرة اخرى يطلع البوديوم الذهبي تعاقب حضر الكابتن طبعا دي من اسعد اللحظات اه اه في حياتي وفي مشواري يعني يعني بطولة افريقيا اه ويمكن اه بيبقى شيء اه اه يعني من نوادر اللي حصلت ان اه السنة اللي قبليها تتذكر اه اه الفين وعشر قصدي بطولة افريقيا واااااو تصفياتنا اه في ادوار التمهيدية وفي نفس الوقت اه فاكي انت مخصيمة واحد سفر من التراجي في تونس بييد انرامو الجون اللي جابوا بييدو كده تصدقني في اليوم ده اه تمنيت ان انا اه اللعب التراجي ثاني في تونس واخذب بطولة في تونس فحصلت في الوقت ده فطبعا كانت لحظة بالنسبية لي طبعا مهم جدا طي追عنا نبص على الفيديو اللي بعده فاكي حاكي في فيديو ده؟ طبعا أحمد حسن محب يش يطلع من ملعب محب يش يطلع من ملعب طوله عمره هو بيحب انه بقى متواجد في الملعب من اللعيب اللي غيره جدا اللي عندهم حماس كبير طبعا فعلى طول في اللحظة دي انا فاكر المطلعك كان بيتكلم معايا لكن طبيعي عادي طوله ايه كبتن يا أحمد طوله خلاص يعني خلاص فيش كلام يا أحمد خلاص بس مطلوش اكتر من كتر لا خلاص اللقطة اللي بعدها بقى دي يمكن دي لقطة الناس كلها لحد النهار تفضل تذكرها لك اللي هي؟ موتش الاتحاد اللي بي عما بكيت يعني اه اه طبعا هاه طبعا موسيقى موسيقى الموسيقى الطبعا 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 الفترة ديت طبعا خلي بالك يا يا أبريم طبعا فيه مبريات جمالناد الأهلي بتتذكرها أعراض مش مبارات مع حسن بدر بس مبارات الاتحاد للليبي طبعا أحد هذين مبارات جمالناد الأهلي ومباراتنا في تونس طبعا الجمالناد الأهلي بتتذكرها عمرينا مشكمتned كابتن حسن بدر بي Hilary اعتقد قصر حاك معملت عيش قصر لقبل كده لا خالص لكن هي الفترة ديت وصعبت احنا كنا خصلانين في ليبيا في ليبيا 2-0 وفي نفس الوقت انا متذكر كنا معسكرين للمباراة ديت وكان لابد ان احنا فوز 3-0 عشان نتخطى الدور ده واتذكر ان القط الخطيب جالي في المعسكر في 6 اكتوبر وطلبني يعني فكان عندي محاضرة فبلغت هذه الحاضرة يعني بعد المحاضرة هروح اقعد محكبت الخطيب وروحت عادت معاه فقال لي انا جايلك طبعا واخبار الفرق ايه تمام وكده قال انا بقولك بان اقل لك رسالة انت تحت اي ظروف انت مكمل لان كان اعلام فيوقتها بيتكلم حسام البدري اللي ما اتهلش المباراة ده صحيش هيكمل حيتم اقالة حسام البدري حيتم اللي اتعانى من المدرب تاني المباراة كانت صعبة من افضل يعني من المباراة المميزة جدا التغييرات اللي تمت انا تمالي بتتذكرها كده والحاجات اللي بتخلي الواحد يعني استمر بالدعم لأ يعني حط الحاجات دي في موقع لان حتيجي المباراة كتير عامل نفس التغييرات بالشكل دي اللي غيرت المباراة بشكل كبير جدا فعشان كده يمكن تحولت لبكاء بقى هي هاخد بقى حضرتك سريعا كده صور وبعدين عندي اسئلة برضو كلها سريعة صورة وكل صورة حضرتك هتوجه لها رسالة طب الاول للاسئلة ماشي مجرش حاجة مجرش حاجة خليكو زيب انتو افضل فترات عملك في النادي الاهلي لما كنت حضرتك كمساعد لمنويل جوزي في الولاية التانية كمدير فني في ولايتك الاولى كمدير فني في ولايتك التانية التلاتة مهمين جدا بالنسبة لي ابراهيم حيك هتختار حاجة التلاتة مهمين جدا بالنسبة لي ابراهيم لكن اكيد لو هتقول لي كده هقولك الولاية التالتة لان حققت فيها بطولة افريقيا اللي هي طبعا دي بتبقى برضو وسام على صدر اي مدرب وبالذات مع النادي الاهلي يعني بطولة افريقيا يعني فيمكن هقول لولاية التالتة لكن الولاية الاولى ممازة جدا التانية اه طبعا ماشي اسوأ قرار اخدوا كابتن حسام البدري من وجهة نظر كان الرحيل عن النادي الاهلي ولا عدم ضم جون انتوي ولا التعاقد مع محمد غدار لا خلي بالك جون انتوي انا مكنش موجود انا مكنش موجود ما كنتش موجود ساعة ما جاء واختبر في النادي الاهلي انا كنت في اجازه وكان الدوري موقوف كان فيه منتخب شافوا مين ساعتها وحكى معايا لا مش هنقول لها لسماء بقى يعني اجاز المساعدة اللي كان موجود معايا وما جيت انا كان اخر يوم الوكيل كان محدده اخر يوم لاني لابد كان فيه فترة قيد وكان لابد يعني النادي الاهلي يدي رأيه فيه ايما يروح اختبار في النادي التاني فالمساعدين اللي كانوا موجودين معايا قالوا لي ان نجيون عن طوي يعني مش حيفدنا قوي ففي التالي اخدت القرار عا كده غدار غدار بالنسبة غدار بترجعني انت يا ذكريات كان برضو القد هيقفل وإحنا ما عندناش راس حربة فمحتاجة اه وغدار كان بيلعف في لبنان فاحنا خدنا رأيي كابتن زيزة هو كان مدربه في النجمة في النجمة اللبناني اه فكابتن زيزة اشد بي طيب حاك برضو قبتنش على السؤال بس افضل لعب لا ما هو انا بقولك كابتن زيزة اشد بي لا انا كنت بسألتك اسوأ قرار ايه اسوأ قرار ايه الرحيل على الاهلي والعدم ضد رحيل على الاهلي طبعا رحيل على الاهلي طبعا طبعا افضل لعب تعاملت معاه في النادي الاهلي كتير حاك تقول لي اسم واحد ابو تريكا جمعة انت بتصعب الامور كده والله يرحم محمد عبد الوهاد هو اطيب واحد طبعا محمد عبد الوهاد يعني اطيب واحد اطيب واحد لكن هيبه صعب المقارنة بين ابو تريكا ووائل جمعة واحد واحد صعب المقارنة بينهم اول اتنين مميزين يا ابراهيم واحد خلي بالك انت مالك وتباد ربانسل بيهم طيب لان حتى انت عارف انا في النادي الاهلي لابد نيجي الصبح نوعد عالدكة شوية كده لو تشوف الاتزام وائل وابو تريكا لحد النهارده لحد النهارده الاتنين ملتزمين لا لحد النهارده ومتزم ساعدوني ساعدوني كتير جدا دول برغم من امت لا ناس بتقول بقى دول ساعدوني مع الفيرة كتير جدا الماتنين دول يعني ابو تريكا هو وامجمع فلا مش هتقدر مش هتيك خلاص مش انا هعافي حضرتك من السؤال ده مس كده مش هتم مش هقدر حضرتك باسئلة اللي جاية. لا عافيني من السؤال بتاعتي ابو تريك هو. هنعدي بقى بسرعة كده هاخد برضو حاجة تقول لي اسم وحيد لان انا برضو لسه عندي كمان آآ آآ رسائل مهمة عايز حاجة توجهه. افضل لعب آآ قلنا خلاص. اكتر لعب ارهاقك كمدرب من هؤلاء. احمد حسن ولا بركات ولا سيد معوض. انت بصعبين ارهاقني? آآ يعني آآ تعبك في اله. بص آآ الثلاثة دور خلي بالك. صعب في التعامل. مميزين جدا. آآ. وآآ يمكن هاختار واحد تمالي انا بنشيت به. آآ. آآ وبإمكانيات انه صعب يتعاوط النادي الاهلي برضو. آآ. يعني احمد حسن صعب بركات. لكن سيد كان بيزع العطول. لكن انا كنت باعرف اتعامل مع سيد معوض. آآ. سيد معوض سريع الانفعال. ماشي. لانه طيب جدا. يبقى ده. فكان ده بياخد سيد لازم. لازم اكلمه كتير. لازم اعرف امتى. آآ طبعا. لانه كان بيزع العطول سيد. افضل محطة تدريبية غير النادي الاهلي. المريخ السوداني ولا الاهلي الليبي ولا منتخب مصر الاولمبي. افضل. لا المريخ السوداني. المريخ السوداني. افضل لعب افضل لعب مصر حضرتك عصرته. عصرته كآآ لعب مدرب. طب الاول ماشي ماشي. انا من مشحال. واحط الحضاري بقى. افضل حروث مصر. احمد الشناوي هي. لأ انت في مصر تقول عن عصرته. لأ لأ اهو اهو الشناوي ولا شريف اكرامي ولا ماجد سلمان. افضل حرس في مصر. لأ شريف الافضر طبعا. شريف الافضر. فالتالي لا يعني لو جبت له التالات ده راحقل شريف الافضر طبعا. شريف الافضر طبعا. طيب يلا اللي افضل لعب احضرته عصرته مين ابيبو ابو تريكا البركات كابتل الخطيب طبعا زاهرة لانت تكرر يا. كابتل الخطيب. ماشي. اللي بعد. زاهرة لانت تكرر فعلا يا. افضل مباراة حضرتك خطها كامل مدير فن. ترجي الاتحاد الليبي. الزمالك في نهاية كاس مصر. كنت لسه كنت بتكلم مع تلات مباراة دولة نهاردة. والله. يعني مع احد الاخوة العالمين. اه والله. مع احد الاخوة العالمين في المصر اليوم. معه. بيكلمي فكنت لسه بكلم مع التلات مباراة دول بالنسبة لي. اختر لي بقى واحدة منهم بقى كنت. لأ طبعا كانوا على الزبالك كانت مبرمو متعجل بس لو في كل حاجة في اجمالي وبطولة. هتكلم على الترجي طبعا. طيب. ممكن تنقلونا الفقرة الرسائل بقى. الصور بقى. الصور بقى. يلا. منو الجزيه. ده احمد دلويش اللي عمل لي كل اختبرات الصعبة دي ولا مين ولا? فيه اشاوس احمد دلويش طبعا. احمد دلويش طبعا. احمد دلويش مانو الجزيه. تقوله ايه. استفدت بانه كتير. اه طبعا مدرب حيفظل اه 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 في ذاكرة جمهوري النادي الاهلي وفيitalة بتاعتنا. اه. اتفقت معاه في حاجات كتير واختلافت معاه في حاجات كتير. بس انا اخلصتله بشكل كبير جدا. واساعدته بشكل كبير جدا. وهو مدرد كبير. والعلاقة بقت وحشة دلوقتي. العلاقة دلوقتي حصل فيها اختلاف يعني. الاختلاف اللي حصل بيني وبين مانو الجزيه. اه ان انا اه كان الاسلوب بيني وبينه محدد في حاجات كتيرة جدا. اه بعد ما توليت اه 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 الادارة الفناني النادي اهلي اختلف مانو الجزيه مش عارف ليه. طبيعي. اه. لا مش عارف ليه يعني. لكن انا بشيت بيه في حاجات كتيرة جدا بقولك. تعلمت منه كتير. مدرب كبير قال. لكن بعد ما توليت مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف اخفالة في ايه او. يلا اللي بعد. كابتن حسن حمدي. آآ قيمة كبيرة جدا وآآ من الناس اللي انا تعلمت منهم كتير وناس اللي انا بحبهم جدا يعني. مش. كابتن محمود الخطيب. آآ كابتن محمود الخطيب سعيدني في حاجات كتير جدا وخلي بالك. آآ هو اللي كان السبب الرئيسي آآ ان انا بقى موجود في ملاكي سكتيرا في النادي الاهل. يعني حتة مدير الكورة. آآآ لانه اتكلمنا قبل آآ ما حصل تغيير اثناء البونفريرا ما كان موجود. آآ وكنا مع عسكرين. كان نقدروا الاشراف للكابتن الخطيب. آآ اشراف الكورة. في كورة موجودين في اسكندرية. بنبحث عن مدير الكورة. بنبحث عن مدير الكورة. سابت البطل الله يرحمه موجود في ليبيا. فكت قاعد ان هو فاتح مبروك بنتكلم على مين يبقى مدير الكورة وكده. فاتكلمنا طب هنجيب سابت من ليبيا. هرجع سابت طهر الشيخ. نشوف طهر الشيخ كده. فكابتن الخطيب قال انت عارفين مين انت مدير الكورة. فطوله مين يا كابتن فبيقول لي انت. انا. فقال انت. فحصل فعلا بعد كده اما احنا جدنا سابت من ليبيا. وآآ بعد كده اما سابت توفاه الله. لقيت نفسه مدير الكورة تاني. نتيجة الكلمة اللي قال لك ابت خطيب دي اه. طيب. هاخد الرسالة في الصورة اللي جاية. ها. المانسي محمود طاهر اه. رأسنا سريعة برضو. اه قبل قبل اه اما يتولى طبعا رأسنا الاهلي انا اه على يعني صداقة بيه. وآآ انا عارف ان هو بيصعب شكل كبير جدا ان هو يعمل انجازات للنادي الاهلي وربنا يوفق ان شاء الله. طيب. الحج محمد عبدالوهاب. الحج محمد عبدالوهاب اه اه انا بستغرب من تسلحك الاخيرة حج محمد عبدالوهاب. لكن هو طبعا على طول بيكتهد في حتة ان هو يضيف للنادي الاهلي في اضافة لعيبه اجداد وده من الاشياء الموازة فيها. كابنو حسام انا عندي صورة الحقيقة ما عرضتهاش بس آآ مهمة جدا ان انا عرضها لحضرتك. صورة جماهير النادي الاهلي. تحب تقول لهم ايه? آآ فعلا مفتقدينكو. آآ يعني آآ برغم ان انا مش موجود في النادي الاهلي الوقت اللي مفتقدين فعلا جماهير النادي الاهلي. آآ ليكو دور كبير جدا في البطولات النادي الاهلي. آآ انتو جمهور عظيم. آآ بكل التوافع اللي موجودة بالجمهور القديم بن الالترس انتو جمهور عظيم. واحتفظ له جمهور آآ اعزم جمهور في افريقيا وفي الدول العربية. فعلا هو جمهور النادي الاهلي. هل في يوم من الايام حضرتك فكرت انك مدين بالاعتذار لجمهور النادي الاهلي? لا لو كنت عملت اي خطأ لكن انا على طول بحبهم وعارف ان الحمد لله ان الجمهور من الاهلي بتحب حساب البدري الحمد لله. كابتن حسام انا بشكو حضرتك شكرا. انا بشكرك جدا. اخشرفتنا ونورتنا. انا لسعيد وبالتوفيق وابولك حاجة سوبر فعلا وربنا هيوفقك دائما كده ان شاء الله. ربنا خليك كابتن حسام. الوجهة المقبلة لكابتن حسام البدري هتبقى فين? اه احتمال كبير جدا تبقى برا مصر يعني فيه. فعلا. احتمال قريبي برا مصر كده بس هنشوفه الاسواق الجاهة حساب. هل حدد لنا دوري ما تقولش الاسم. لا الاسواق الجاهة حساب ان شاء الله يا قريب. حيك هتقول لنا قبل اي احد. بإذن الله ان شاء الله. يابتن حسام البدري كان السوبر النهاردة في حلقتنا حلقت يوم الاربع. احنا ان شاء الله بإذن الله هنبقى موجودين مع حضراتكم يوم السابت المقبل في نفس معادنا ساعة 12 ونص من السوبر يابتن باشكوا حيك شكرا جزيلا لانك شرفتنا ونوارتنا باشكوا حضراتكم شكرا جزيلا باشكوا فعيل عمل بيئة الكامل سهرناكم وتعبناكم لكن الحوار كان ممتع جدا وكان مهم وفي توقيت وكل تمانياتنا بالتوفير لمنتخبنا الوطن ان شاء الله بإذن الله في لقاءه امان منتخب النجيري يوم الجمعة ونرجع يوم السابت واحنا بنتكلم في الكورة وبنتكلم في منتخب مصر وهو كسبان ان شاء الله بإذن الله شوفكم على الخير بتصبح على الف خير سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة